موسم وخلص بحلوة ومره بسلبياته وإيجابياته وذكرياته خلص وعلى الأبواب موسم جديد مليان أحداث بطلاط من كل شكل ولون باختصار موسم ما فيهوش نفس الموسم اللي فات أخيراً خلص كلنا كنا بنقول إن موسم طويل مليان أحداث كثيرة كثيرة لكن تاخد المفاجأة إيه هي المفاجأة؟ إن الموسم اللي خلص ما يجيش حاجة أبداً جنب الموسم الجديد موسم مليان بالأحداث والبطلاط عدة عندك وخليك معايا عشان هم كتير الدوري كاس مصر كاس الربطة دوري السوبر المصري للأبطال فابو زب بطولة السوبر ليج الأفريقي كاس العالم للأندية دوري أبطال أفريقيا كاس الكونفيدرالية ولسه لسه في نسخة جديدة من البطولة العربية للأندية معه تصفيات كاس العالم 2026 وكاس الأمم الأفريقية وأولمبيات باريس حاجة يعني ما شاء الله كتير 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 يا ترى روي بيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر هيعمل إيه في الموسم اللي مفهوش نفس ده يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الموسم خلص يا فرج الله الموسم بتاعنا ده طويل جدا ده خلص خلص تماما والحمد لله صحيح لسه فاضله بواقي كده بتعكس مصر النصف النهائي بس خلص خلص وارتحنا أخيرا يا أخي ده احنا بنتعب زينا زي اللعيبة والمدربين من كتر المنهدى والتعب والشغل والمنوشات والحكايات والقصص خلص لما الموسم بيخلص على خير بتقول الحمد لله بتاخد نفسك كده ويا الموسم خلص ده احنا فيه مقسم عندنا بنقول يا رب بتخلص ومنخب ما تخلص تلاقي هنا مشكلة وتلاقي هنا أزمة وتلاقي هنا تطويلة وتلاقي هنا مش عارف زعل في المنتخب عشان ما فيش أيام وتلاقي هنا نادي معترض وعايز يلغي وتلاقي هنا نادي معترض ويقول لك اسلماتشات المنافس هتبص قصص وأفلام بصراحة شديدة وهيكون من الناس القليلة اللي كان عندها نظرة إجابية على الموسم الماضي الموسم الماضي رغم فيه انه كان فيه مشاكل زي كل الموسم عندنا احنا ما ينفعش نطلع موسم يخلص يعني من غير مشاكل بس الموسم الماضي مشاكله كانت قليلة مش ضخمة يعني يمكن عشان منافسة كانت تقريبا شبه محسومة للنادي الأهلي على الصدارة يمكن عشان العملية تحت كانت آسائح كان فيها زحمة وفيه ناس كتيرة بس يعني كان معروف برضو شوية مين اللي هيهبط ومين اللي مش هيهبط إلى حد ما يعني مش قوي زي الصدارة يمكن عشان بصراحة يعني الأخطاء التحكمية نسبيا أقل من الموسم اللي قبل الماضي يمكن يمكن بس لسه لسه كتير 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 ولازم نتحرك كونت بسمع في مؤتمر كان قريب عن الشركة الرعية لربطة الأندية بسمع الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية وهو يتحدث إن احنا بناخد خطوات لقدام في التطوير آه لسه محددين وده اللي أنا بقوله برضو لسه بس على قل بنمشي لقدام مش بنرجع لورا بنمشي لقدام إزاي يا كريم أنت هتقولي احنا نمشي لقدام ده احنا عندنا أنت مش شايف الدول الإنجليزي لأ مش مكلمك على الدول الإنجليزي حط ده على جنب مش لازم عينك تيجي على الدول الإنجليزي تقولي أنا عايزة أبقى دول الإنجليزي عشان هتوصله توصله بمدة فترات يعني موسم الثاني الثالث الرابع الخامس إن شاء الله ما يبقى شكتر من الخامس بس نوصل 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 إزاي الملاعب بتاعتنا بقت أحسن أحسن على مستوى الخدمات قوض اللبس والملعب والنجيلة والتفاصيل بتاعت الكرة نفسها أحسن نسبيا على مستوى المدرجات ونفسنا تتميل المدرجات بأمور تأمينية وأمور تنظيمية أفضل ونشوف الجمهور المالي المدرجات ليه لأ أحسن الملاعب بقت أحسن التصوير بقى أحسن وأنا لأ شوف أنا بحاول حتى فتون الصوت أنا مش بقولك أحسن دي اللي هو إحنا مثاليين وبينها حاجة روعة لا لسه لسه قدامنا شوية وقت بس أحسن بناخد خطوة شوية لقدام شوية التصوير محتاجين نطور أكتر والإخراج ومخرجنا الأزماء يبقوا متطورين أكتر وأكتر ونشوف صورة أحسن ونشوف الزكاء في النقل أكتر نشوف تفاصيل حلو نتطور كلنا على مستوى اللاعبين بصراحة لسه عندنا نواقص هتقولي نواقص في قوالة اللاعبين في جودة اللاعبين لما أجي أقولك مين أحسن لعبين في مصر دلوقتي هتقولي بالكتير خمس أسماء دولة هتقول عليهم فعلا ينفعوا حتى يلعبوا في أوروبا خمس لعبين بس الباقي هم حلوين بس على قدنا في الدور المصري وأنا لما بقولك أنا عايز أكتر اللهم زي الخامسة دول كده أنا عايز عشان خاطر منتخم مصر يعني كل ما القاعدة بتزيد أنا بحاول بحاول أبص النظر في توريا هو عايز قوالة يلعبين يلعبوا في منافسات أفريقية وعالمية كبيرة لكن لو أنا قلت لك هنا اديني مثلا تلاتين اسم عجبوك في الدور السنين هتقولي تلاتين اسم بالمناسبة يعني بس هاي تلاتين اسم دول ينفعوا يلعبوا منتخم مصر ويلعبوا في مستوى وعايز كبيرة خمسة بالكتير خمسة فنعلى بالكوالة اللاعبين وبالتالي نهتم بقاعدة النشئين والأمور تتحسن المدربين بتوعنا فيه مدربين كويسين كتير أنا ممكن أقولك يعني مثلا هتديك على سبيل المثال وليس الحصر طرق العشر مدرب كبير علي ماهر مدرب كبير تم المصطفى عمل شغل عظيم الموسم ده المكربين المصريين وإن شاء الله ما نساش حد يعني كابتن طرق مصطفى كابتن أيمان الرمادي كابتن عبد الحميد بسيوني كابتن عماد أنا بقولك أسماء حلوة في مصر بس عشان أبقى أمين يعني أبقى أمين معك أوش مين من الأسماء دي طبعا كابتن أحمد سيما عشان أنا بحاول بس أفتكره وأنا أواف معاكم مين الأسماء ديت من الأسماء دي ينفع تقول بكرة مثلا يدرب منتخم مصر مين 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 يعني كلهم أسماء عظيمة بس عشان تقول إيه ده واحد ينفع يدرب منتخم مصر مش بقول بكرة فيتوريا مدرب عظيم وان شاء الله يكمل وانجح وانا متفايل بجد مش بقول بكرة يجي يدرب منتخم مصر بس مين في المستقبل نقول إنه ده المدرب القادم لمنتخم مصر فهم كمان محتاجين يشتغلوا أكتر ويتطوروا أكتر ويتحسنوا أكتر هم هم مدربين كويسين على مستوى الدور المصري بس محتاجين كمان شغل أكتر وأكتر مع كامل الاحترام على فكرة هم مشتقلين منهم أبدا إحنا بس منحاول نقول إحنا عايزين مدربين كبير نفس أشوف مدربين مصريين موجودين في كل الوطن العربي طريق مصطفى السنة دي نجح في المغرب نهاردة محمد عودة نجح وعمل إنجاز في ليبيا وهيبقى معانا بعد شوية على الهاتف إنت عندك مدربين ينفع يشتغلوا في المنطرة عايزينهم أكتر أقول لك في المنطرة عبارة مطلقش يروح ليشتغل في أوروبا وليه لأ في المستقبل يعني اتطور أكتر اتطور أكتر وإن شاء الله الأمور تبقى أحسن عشان كده أنا متفائل أنا متفائل محتاجين تطوير كتير في موضوع التحكيم في مصر هتقولي التطوير إزاي هقولك ندرب حكامنا أكتر نعلمهم أكتر نصلح أي مشاكل موجودة في الفار نشوف الكاميرات اللي المفروض تتحط في الملعة في الفار نبدأ نشوف إزاي بقى عندنا تقنية خط المرمى اللي ما بقيت موجودة في معظم دول العالم وفي مناطق عربية عشان دي مهمة جدا بس عشان يبقى عندنا تقنية خط المرمى بالمناسبة عشان الناس بتستسهلها قوي يعني دي ديها كاميرات خاصة غير كاميرات النقل فيه تفاصيل كتير قوي بس كل ما بنطور كل ما المنتج بتاعنا يبقى أحسن خد بالك أنا النهاردة قلت أحكلم معك في الكلمتين دولة عشان نشايلهم من البداية بس قلت أقولهم لما يخلص الموسم إحنا المنتج بتاعنا منتج مغري جدا لكل الرعاة في العالم في العالم أو في العالم ما فيه رعاة في العالم دلوقتي موجودين في دوليات عربية برندات يعني أسماء كبيرة مغري ليه؟ مبساطة أنت المنتج بتاعك يبقى مغري ليه؟ أي منتج في الدولة لو حرارة دلوقتي نازلت بيع ساعات نازلت بيع أي حاجة لو الساعات دي عليها طلب كبير بقى المنتج بتاعك ده منتج مغري حتى بالمناسبة لو الساعة دي مش أعظم قوالتي في العالم مش اسم كبير مش تاريخ عظيم بس مجرد ما فيه مجموعة كبيرة من الناس عايزينها أصبح المنتج ده مغري إحنا المنتج بتاعنا فيه ملايين بتشوفه في مصر على قال لما شو قل لك كمان بقى في الوطن العربي فيه ملايين فالرعي حب ينزل على منتج زي ده عشان فيه ملايين بتشوفه بغض النظر حلو بقى حلو ووحش كوالتي بتاعه مش حلو عالي مش عالي مش دي الحكاية هو بتشوف كتير ما بقى لك انت بقى هو بتشوف كتير وبقى الكوالتي بتاعه الجودة بتاعته عالية عشان برضو خد بالك فيه رعاة أنا مش عايز أقول أسماء يعني الرعاة العالمية عشان تيجي تنزل على منتج بتاعك هي آه الحتة بتاعت الشعبية دي تخلينا ننزل عليه ده واحد بس ممكن يعجزني لو الكوالتي بتاع المنتج بتاعك مش حلو عشان مش أخصر براند بتاعي الاسم بتاعي اللي هننزل على الكوالتي مش عالي أوش فانت كل ما بتعل الكوالتي كل ما الفلوس بتزيد كل ما الأندية تستفيد كل ما الناس تبدأ تصرف أكتر كل ما هنبدأ نشوف لعبين عالميين موجودين عندنا مما نشوف جماهير موجودة وملتزمة والأمور بتاعتها سليمة فيه تفاصيل كتيرة لو اشتغلنا عليها بس بحب لبلدنا وإخلاص شديد دون مصالح فردية ولما بقول مصالح فردية بتكلم على كل نادي على حد أحيانا احنا عندنا في مصر كل أحد يقولك إيه أنا بشوف مصلحة أنا بمصلحة نادي طب تعالنا نشوف مصلحة الكورة المصرية ونساعد على ده وده هيعود عليك في الآخر مية في المية بالخير بس بص القدام ما تبصش تحت رجليك عايف لو كلنا قعدنا مع بعض كده رابطة أندية واتحاد كورة وأندية وحكام وعندنا كده نتكلم بصراحة وفين مشاكلنا وازاي نقدر نطورها ونصلحها أو نصلحها ونطور من شغلنا ومن الحاجات الكويسة اللي احنا بنعملها هلاقي نفسنا وصلنا في حطة عظيمة والله مش مبلغة والله مش مبلغة ولا هي فشخرة ولا الكلام ده كله احنا فعلا دوري مهم دوري قوي أندية كبيرة جماهرية عظيمة منتج حلو مغري نرفع جودته بس وشوف اللي هيحصل بعد كده نرفع جودته نشوف يا جماعة هل أنا مثلا بخبأ عليكم أن احنا محتاجين تطوير في التحكيم يعني دي مثلا أو أنا بقولك مثلا مفاجأة أو أنا مثلا بتجنة لا محتاجين تطوير في التحكيم يلا تعالوا تشوف تعالوا نقعد كده ونقول ايه اه عشان نطور التحكيم احنا حاجين نصرف كذا محتاجين ده يبقى مسؤول عن كذا محتاجين ما نعملش كذا تاني فده التطوير بتاع الحكام أو التحكيم حط ده على جنب خلاص يلا الملاعب حشي عندنا ملاعب عظيمة يبقى محتاجين شركات تيجي تشتغل على الملاعب دي بالطريقة الفنانية محتاجين ما نستهلكش الملاعب دي للفترة عاملة ازاي كل مباراة يعني كل مباراة لعب على الملاعب ده الفترة الزمنية بين المباراة والمباراة قد ايه ونبدأ نشتغل على ده ملاعب النقل التلفزيوني عشان نعمل النقل التلفزيوني محتاجين مش عارف نحط كام كاميرا ومحتاجين الـ HD ومحتاجين مش عارف إيه كل الحاجات دي نقض على حاجة حاجة ونحل ونخلي جودة المنتج بتاعنا جودة محترمة عالسيرة يعني قلت لسه بقول لكم على الأسماء أسماء المدربين المصريين اللي شرفونا في المنطقة العربية وأنا نفسي أشوف تصدير للمدرب المصري في المنطقة العربية نفسي أكتر وأكتر يعني السنة دي تحديدا فيه اتنين شرفونا تحديدا يعني كابتن محمد عودة وكابتن طرق مصطفى نفسي شوف أكتر فيه مدربين على فكرة ممكن ما وفقوش يعني كابتن مؤمن سيمان ما وفقش في العلاء مثلا بس فيه مدربين لما بيطلعوا من مصر بيعملوا نجاحات عظيمة جدا وكبيرة جدا فنزود عشان احنا عندنا مدرب محترم المدرب المصري ده مدرب محترم وله سمعيته الطيبة في المنطقة العربية على الهاتف معايا الآن الكابتن الكبير كابتن محمد عودة الموديل الفني لفريق الهلال الليبي يا كابتن محمد منور ومشرف يا كابتن كريم اشكرك على المقدمة الجميلة دي وانا مستحقش كلام ده كله حبيبي ده أهل من حقك لا بجد انت أخ جميل وحاجة جميلة ومشرف أي حق أهل من حقك أهل من حقك أهل من حقك ووحشنا جدا وفكر بس الناس ان انت عملت انجاز تاريخي مع الهلال الليبي هذا الموسم الوصول للمركز الثالث الوصول للكنفطية الأفريقية الأول مرة في تاريخ النادي انجاز يعني انجاز عظيم جدا وكعدتك يعني انت خطواتك دايما خطوات ناجحة وفيها توفيق كبيرة كابتن محمد والله الأول حاجة بنحمد ربنا الحمد لله وفضله اللي احنا رسلناه ده انها طبعا المنظومة كلها ساعة اثنين كان معاما ده رئيس نادي كتير كابتن علي الشريف ده كان العيد كابتن للفرقه ومرأة واحدة بقى رئيس النادي عنده اثنين وثلاثين سنة وثلاثين سنة فبالصراح كانت ضاهرين او الفاهم ودعموا لينا والمجلس الادارة والبعيبة والجهاز الفاني والجداري بصراحة منظومة وفضلها فده اللي حقق النجاح والله كابتن الكريم ومنحمد ربنا على اللي احنا وصلناه الخطوة كابتن محمد انت ليه خدت خطوة الهياء اللي بي الخروج من الدوري المصري وانت مدرب اصبح لك شمعة كبيرة في الدوري المصري ليه خدت الخطوة دي انت والله انا مش غريب على الدوري اللي بقى كابتن الكريم انا مسيكة الاهلي والحمد لله كنت ماشي به اول اللي هم الدوري تنغى والحمد لله دخلت به بطولة افريقيا لأبطال الدوري طبعا ومسيكة النصر الحمد لله برضه كنت ماشي به اول لغاية الدوري الاولاني ومسيكتهم بينه الدورين والحمد لله برضه دخلت به بأبطال الدوري ودعت بيه في افريقيا معهم مع النهل النصر بأبطال الدوري نعم. يعني لدينا أفضل دولي مرتين مرة مع الآلي ومرة مع مصر. المرة هذه. لكن كل سنة مبينهم بندل على نادي في المصر. يعني سنة نزلت على بيت رجد. سنة نزلت على المولين. وسنة نزلت على المحلم. الآن نادي الحمد لله روح الهلال الليبي. أنا ليل خلينا أروح الهلال الليبي مع إنه كان قابل الأخيرة كابتن كريم. صحيح. صحيح. كان قابل خلص مرشاته عنده نقطة واحدة وهو قابل الأخير. عارفت مع رئيس النادي. وأنا عارف إنه الهلال الليبي نادي محترم نادي هذه. مفهوش مشاكل. فده اللي خلينا أوافق وأطلع عنا على طول. والحمد لله سافرت واشتغلت واجتهابنا. والحمد لله نقلنا بسرقة. الحمد لله عطورنا. والحمد لله حتة تانية خالص. انت عارف يا قابل كريم إن دور الليبي مجموعين. مجموعة بني هازي ودي على حدود مصر. ومجموعة طرابلس على حدود تونس. فطبعا المسافات الكبيرة بنفعش. كل أسبوع تروح تلع عماتش لأنه سافر حوالي ألف أو ألف ومئتين كده. طيب يقول أول وثاني وثالث من هنا. وأول وثاني وثالث من هنا. الحمد لله فلنشنة تانية مجموعة. ودخلنا السودات تتداعب في تونس. وفلنشنة تالت الدوري. والحمد لله دخلناكم تضرعية. الحمد لله أنا كريم. والحمد لله من فضل الله علي. أخذت أحسن مدارف السناجي. أحسن مدارف الدوري الليبي طبعا. طبعا. أحسن مدارف الدوري الليبي. طيب كابتن محمد أنت مستمر مع الهداء الليبي. والله الغد الوقت المستمر معهم. بس لسه مجددتش. إنما الفرقة جاءت للنهاردة النهاردة أول يوم في المعارض الدمية. رئيس النادي نستنيها في ليبيا إن شاء الله. لما أروح إن شاء الله جاءت أدريك. هنقض مع الفرقة هنا. المشكلة بس كابتن كريم الوقت. الفرقة جاءت للنهاردة أول يوم مره الفرقة النهاردة. وعندنا ماشي بعد 15 يوم مع بطل كينيا في إيرون. فالمشكلة 15 يوم مطقومة. أنني أعمل في المطقودية. مطلوب منها جاهز لعيبة بدنية وفرقية. المشكلة بقى الكبرى. إن حوالي بتاع 6 لعيبة عندي عقود بغيرهم. من اللعيبة القومة الأساسية. ليس لديهم عقود كبيرة ما بين جاهلهم. ومش مستمر الفرقة. بس أنت رجل بتاعة تشتغل في الصعوبات دي يا كابتن محمد. والله الحمد لله إحنا بنتهى. إذا كنت تكريم زي حضرتك عارف فوق نشتغل. وفي ذلك التوفير ربنا إن شاء الله. إن شاء الله يوم 16 وعندنا المطش يوم 18 إن شاء الله في الميروبي بإذن الله. والعودة من 27 عندنا في ليبيا إن شاء الله. هنشوف هنشوف لعبين مصريين موجودين في الآية ليبي الموسم اللي جاي؟ والله أنا لسه لي اتنين بس هو التأييد الآن اتقفل عشان أنا أعرف أول مرة نخش. فدخلنا دور الـ 64. فالتأييد كان من أسبوع فما نحناش نأيد اللعيبة ونجيب العيبة. فأنا إن شاء الله أعدي المطشين دورت والتأييد هيفتح تاني. وبإذن الله ليه الصفكتين إن شاء الله موجودين لعبين مصريين بإذن الله أجيبهم معي. أه يا إنت في عينك على لعبين مصريين؟ آه عين مع كذا واحد. واتكلمت مع كذا واحد يعني كده. فالغلط ما أشوف بس الأعدة دورت إن شاء الله بإذن. إن شاء الله. عندك عروض في مصر هنا كابتن محمد ولا ما فيش عروض؟ لا والله جالي ناديين بس ناديين تحت. فأنا يعني ما هو فيك. إنني إيش عايز أدعى الحمد لله إحنا في الـ 3 يدخل أفريقيا وكده. فأقلت لو جاءت لحاجة قويسة أعوض في مصر. لا أجل شيء من الفرق التي أعمل بها وليس أعود أن أمسك الفرق التي تنفسها على الأموات والكلام فقلت لها الحمد لله عندما جالي الاتحاد الليبي وقلت أنه جديد قوي في ليبيا مثل الأهل والزمالك وبرقم خيالي يعني رقم كبير كلمت قدرت النادي عندي بصراحة والناس اقترموا وقربوا لي الرقم بتاعي شبايا الحمد لله أنا مرسوط قوي في الإلال ومعنا بصدرت النادي الحمد لله قررت أن أعود في الإلال الليبي بإذن الله إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن محمد عودة المدير الفني الفريق الهلال الليبي أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وأتمنى لك دايما كل التوفيق واحد من الأشخاص المحترمين جدا مدرب كبير يعني مدرب مصري مشرف جدا ماشي خلصنا الحكاية بتاعة الموسم الماضي في بقى الموسم اللي جاي الموسم اللي جاي يا جماعة مرعب مرعب في الضغط حكاية أنا هقول لك بحسب زاكرتي اللي هفتكره من بطولات وأحداث تا عندك ما تبقى من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي وعندك بطولة كأس مصر الموسم القادم عندك بطولة السوبر الأبطال الجديدة اللي فيها أربع فرق السوبر المصري وعندك دولة أبطال أفريقيا وعندك الكونفيدرالية وعندك الدولة الأفريقية اللي هشارك فيه النادي الأهلي وعندك تصفيات كأس العالم وعندك أولمبيات وعندك كأس الأمم الأفريقية وعندك كونفيدرالية وعندك إيه تانا يا جماعة فكروني ده كتير قوي وعندك السوبر الأفريقية مباراة السوبر الأفريقية بتاعت الأهلي كتير كتير سيد كاس العام الأندية كمان للأهلي فيه نقطة مهمة لازم نقعد من دلوقتي من دلوقتي شوف هابا بقول لك من نص ساعة فاتت نقعد ونقول هنعمل ليه في الموسم اللي جاي أرجوكم يا جماعة ما تسيبوش كل حاجة بطريقة هتمشي إن شاء الله طبعا كل حاجة بأمر الله نخطط صح أرجوكم هتقول ليه مالك متوتن ليه يعني متعصب ليه هقولك ليه هنخش الموسم اللي جاي بص يا سيدي هقولك لو ما خططناش الأهلي بيعترض على ضغط المباريات وإنه بيمثل مصر في البطولات الكتيرة اللي هيشارك فيها وإنه محدش واقف جنبه الزمالك عايز الأهلي يخلص مواجلاته عشان ياخد حقه نفس الأمر بالنسبة لبيرامدز منتخب مصر روي فيتوريا متدايق أنه ما عندوش أوقات لمعسكرات كافية عشان استعادها لتصفات كاس العالم وكاس الأولم الأفريقية ميكالي متدايق أنه ما لعبش مباريات ودية قبل الأولمبيات هتخش في 80 حكاية مقررة لو سمحت يا مسؤول عن الكورة في مصر ربط اتحاد أي حد اعودوا كده ورتبوا ترتيبة سليمة ما تخرش الميا وقولوا هنعمل كده طيب وبلاش الجو اللي هو بتاع إيه أصليحنا ما كناش واسقين أن منتخم مصر هيوصل للنهائي فالطريقة نأجل مباريات زيادة فده ضغطنا أصلي الأهل يكمل لحد النهائي ولا الزمالك وصل للنهائي الكونفدرالية ولا بيرامس مش عارف إيه وأصلي هما لما وصلوا للآخر ما كناش عاملين حسابنا فالدوري هيطول معنا شوية أصلي مش عارف الحاجات اللي هي إيه يعني كل حاجة مفاجأة أهو أنا أكيد أن حراك المسؤول أنت عارف كل ده وبتفاصيله أكتر مني مئة مرة وعارف أنا ولو سألنا واحد في الشارع هيبقى عارف فمش كل حاجة تبقى مفاجآت مش كل حاجة تبقى بالنسبة لنا مفاجآت وهي مش مفاجآت فننتب طيب بعد ما عادنا مع بعض دلوقتي اللي هو من نص ساعة اللي بتقول لك نهاية نهاية من نص ساعة عادنا مع بعض ولأن الموسم اللي جاي ده ينفعش يتلعب أصلي حلو اطلع بقى قول الموسم اللي جاي جماعة مش ينفع يتلعب مثلا يعني قول أن الموسم اللي جاي لازم يتلعب من دور واحد مثلا يعني قول أن الموسم اللي جاي يتلعب دوري من مجموعتين مثلا يعني ادي حلول بس ما تسبناش لمصرنا كده اللي هو إيه تعالى بس نخش تعالى نبدأها بس وإن شاء الله ربنا هيسلكها زي ما سلك قبل كده كفايانة بقى كفايانة تعب أعصاب وضغط وبيانات وكصص وحكايات خلونا مرة نبقى منظمين قوي مش منظمين بس اصلا هيجي يقولك ايه ما احنا لقى احنا منتعب ومنشأ أقوى أنت راجل منظم بس الضغط ده محتاج تنظيم قوي محتاج حلول إبداعية محتاج ابتكار محتاج حلول حاسمة يعني ايه زي ما بقولك كده يعني لو قلت لكم من كام يوم إن فيه مقترح إن الدور يتلعب من دور واحد لو ده أصبح الحل الوحيد اعمله لو ده أصبح الحل الوحيد ده مش حاجة مثالية طبعا نلعب الدوري بدوري إن ده طبيعي بس لو ده بقى الحل الوحيد في موسم مضغوط جدا للموسم اللي جاي اعمله عشان ما لقيش نفسينا بخلصين الموسم اللي جاي في شهر 11 ولا شهر 12 تبقى مصيبة عشان ده بيضغط بعد كده الموسم اللي بعدها وبنبدل ايه نلم وراب عضينا إن شاء الله خير بإذن الله الأمور تبقى جيد كابتن خالد بيبو زي ما حراركم معارفين خلال اليومين اللي فاتوا تسلم مهمة مدير الكرة في النادي الأهلي بدلا من الكابتن سيد عبد الحفيز بعد مشوار طويل للكابتن سيد مع النادي الأهلي طيب خالد بيبو بدأ مهمته مع الفريق النهاردة إنه عمل جلسة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كابتن محمود الخطيب طلب من بيبو بيبو طلب من بيبو تصور كامل وشامل عن رؤيته للفريق في المرحلة اللي جاية طلب منه كمان انه يحط التصور للائحة بطولة أفريقيا ومراجعة اللائحة اللي كانت موجودة قبل كده عشان يتم تعديل بعض الأمور الخاصة بالمكافآت المالية للمباريات ده خبر كمان كابتن خالد بيو بدأ سخنك كابتن خالد بيو هو راجل كفء وناجح يعني تواصل مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق خلال الساعات اللي فاتت وطلب منه انه يهدي الأمور مع الجماهير طلب منه كمان يمسح البوست اللي كان كتبه بينتقد فيه بعض الجماهير أو اللجان في الساعات اللي فاتت واحمد عبدالقادر استجاب لرغبة كابتن خالد بيبو ومسح البوست ده وبيبو قال لعبدالقادر خليك مركز في المرحلة اللي جاية ما تعملش أي مشكلة مع الجماهير وانه الجمهور هيفضل طوالوقت فضله كبير على اللاعبين كل اللاعبين بس بس عندي رائش كنا لأجازة خميس وجمعة اللي فاتت والحكاية بتاعت أحمد عبدالقادر دي حصلت يوم الخميس انتقادات انتقادات فأحمد عبدالقادر دخل كاتب بوست وقال انه كان مستني الموسم لما يخلص وقال انه في لجان والليجان دي كان عايزين لجان الالكترونية وعايزين اللاعبة تدفع لها فلوس عشان يتكلموا عنهم كويس عشان مهم قصة على جنب كده على هامش يعني أول حاجة أول حاجة في لجان الالكترونية آه في لجان الالكترونية مش في مصر في العالم كله في رياضة بس في كل حاجة فيه فيه ناس بتعمل كده وفيه ناس بتبقى هدفع حد بعينه دي موجودة طول الوقت وغالبا غالبا هتفضل موجودة طول الوقت خلاص يعني ده في العالم كله السيطرة على القصة دي تقريبا شله مستحيل هتعمل ايه يعني فخلاص اللجان موجود طيب واحد اتنين في بعض الصفحات أو اللجان بتحاول تعلي لعيبة وتنزل لعيبة آه فيه فيه بيعملوا كده فيه ناس بتدفع آه فيه ناس بتدفع فيه ناس بتقول زبطني آه زبطني فيه ناس بتقول الحقني عشان الناس بتشتمني فهخش قاوم الكلام دوت آه فيه كل ده موجود خلاص وهيفضل موجود انا ليه قلت الكلمتين دول وده مرفوض يعني هيفضل موجود ومرفوض وده متقيل ومؤذي واللي بيعملوا كده دي ناس مؤذية مؤذية وربنا هيحسبها خلاص خط ده على جنب انا هنا بقى لم عوزة لهم قالوا محمد عبدالقادر ليه ليه رغم انه فعلا ظلم من هذه اللجان وبعض الناس بلغت في انتقاض والهجوم عليه بس قالوا محمد عبدالقادر ليه عشان رضيت الرض ده لو كان هيعمل نتيجة ايجابية كنت اقول لك رض بس الرض ده لأ مش هيعمل نتيجة ايجابية بالعكس هيزودوا اللجان اكتر وهيدايقوك اكتر وهيزعلوك اكتر وانت تركيزك يقل مع الفريق فلما تركيزك يقل مع الفريق ومستوك يقل فلما مستوك يقل المجموعة اللي بتنتقدك او تجتمك ظلما دول هيبقوا كتير والكتير دول مش هيبقوا بيظلموك عشان انت هيكون مستوك قالوا فعلا بسبب عدم التركيز فاتدخن نفسك في مشكلة كبيرة جدا فنصيحتي العبدالقادر والكل اللاعبين ودائما بقول كده ابدا ابدا ما تردش على جمهور سلبا او اجابا انت شغلك وردك على فكرة واكدف في البست كده محدش يقولي ان الرد في الملعب لا الرد في الملعب اللاعب كده لما تلعب وتسجل وتبقى نجمل فرقة وتبقى بتلعب اساسي وتخش منتخم مصر وتطالق ومكسر الدنيا لما اللاجنة دي تخش تقول احمد عبدالقادر ده وحش وسيء وا 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 هيلاقوا ملايين الناس داخلين يقولولهم انتوا كذبين انتوا مدفوعين انتوا مش عارف ايه ده لعب كبير هو ما ينفعش يقصر الدنيا كده وتقولوا عليه انه هو لعب مش كويس فمستوى كف الملعب هو اللي هيرد على بن كوسين ما يسمى بالليجاة الإلكترونية دي النقطة طيب اتقال نهار ده ومبارح بعد رحيل الكابتن سامي عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي الاهلي ان الكابتن سامي قمصان مدرب الفريق هيرحل ايضا وان ينكن مشيل ينكن المدرب حراس المرمة هيمشي ايضا وقبل ما ادخل على الهواء بساعة ساعتين كده كان فيه ناس منزلها الخبر وكأنه خبر رسمي كمان ان الكابتن سامي قمصان رحل ومشيل ينكن ايضا رحل عن الجهاز الفني قبل ما نخش الحلقة على طول تواصلنا مع مدير المركز الاعلامي بيئة النادي الاهلي الاستاذ جمال الجبر ونفى جملة وتفصيلا جملة وتفصيلا اي نية حتى في رحيل السنائي سامي قمصان ومشيل ينكن وقال انه الاثنين مستمرين في عملهم مع النادي الاهلي ومع مرسي الكورة المدير الفني للفريق هذا كان خلاصة القول فيما يخص الاشعاعات اللي انتشرت خلال الساعات الماضية حول رحيل سامي قمصان ومشيل ينكن الاثنين مكملين مع النادي الاهلي ماشي لسه عندنا حكاية حكاية جمال النادي الاهلي بقت مستنياها كل ثلاث دقائق الواحد الناس تقابلك في اي مكان اه كريم بتعرف حاجة عن مهاجم النادي الاهلي الجديد الله اعلم على المواقع على السوشال ميديا على التلفزيونات كله يبحث عن المهاجم الجديد في النادي الاهلي هو مش سر النادي الاهلي في امس الحاجة لمهاجم مش سر الاولوية الاولى عند مرسي الكورة هي المهاجم هو الراجل اعلم كده بصراحة فالاهلي هيجيب مهاجم هيجيب مهاجم طيب طيب فين طبعا قصة سوزا وسوزا لسه في اهتمامات النادي الأهلي والأهلي بيحاول فيه اللي بعد سوزا مين بقى ده خبرنا هنا في رقم عشر اللي بعد سوزا على طول فيه مهاجم آخر بلجيكي بلجيكي من أصول كونغولية النادي الأهلي شغال عليه اسمه لاندري دياماتا ده مهاجم فريق اسبانيولي الأسباني هو أعار الفريق الموسم الماضي فريق اسبانيولي الأسباني هو اللي أمام حضراتكم ده ومهاجم زي ما انتم شايفين كده شبه اللي عايزه مارس الكولر لعب قوي هداف رجله حلو على الجول أشول وسعاد أيمن بس هو بيلعب بيلعب بلجليه الاتنين كويس يعني هو أيمن بس بيلعب بلجليه الاتنين كويس جدا وهيدر كويس برضو فيعني عنده مميزات يحبها مارس الكولر طيب لعب دوت دخل اهتمامات النادي الأهلي عشان يتعادوا معاه في الانتقالات الحالية مارس الكولر الوضع قائمة من ثلاث مهاجمين عشان يضم أحدهم سوزة طبعا الرقم واحد ولاندري دياماتا ده تاني واحد طيب مين هو بقى؟ تعالوا نشوف شوية تفاصيل عنه شوية كسس عنه عشان تعرفوا الراجل ده من أول والأخر هو ايه هو؟ تعالوا نشوف هو موليد سبعة وتسعين عنده خمسة وعشرين سنة من أصل كونغولي ستة وعشرين سنة من أصل كونغولي وعنده الجنسية البلجيكية وبيمثل منتخب بلجيكا عقده الحالي مع نادي سبانيول ممتدة حتى نهاية الموسم المقبل يونيو الفين اربعة وعشرين وقيمته التسويقية اتنين ونصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت ظهر مع نادي ستاندر لياج البلجيكي تحت سعتاشر عام في عام الفين واربعتاشر قبل أن ينتقل يا نادي أستاندي البلجيكي تقلق بشكل ملفت مع أستاندي البلجيكي خلال أول موسم وحصل على جهزة أفضل لاعب ساعد في الدول البلجيكي موسم الفين وستاشر الفين وسبعة عشر انتقل بعد ذلك إلى فولفسبورج الألماني في صفقة قياسية وصلت إلى 11 ونصف مليون يورو أغلى صفقة بيع في تاريخ أستاندي البلجيكي ولاعب لمدة موسم مع فولفسبورج الألماني الفين وسبعة عشر الفين وثمانتاشر وبعد كيه انتقل على سبيل العارة إلى أندر لغة البلجيكي لمدة موسم قبل أن يشتري عقده بالكامل مقابل خمسة مليون يورو استمر لمدة موسمين مع اندر لغة حتى 2021 قبل انتقاله إلى اسبانيول لعب معهم لمدة موسم قبل أن يخرج معارا لعب 30 الموسم الماضي يعني لعب 30 مباراة منهم 25 كأساسي سجل 10 أهداف هو هداف الفريق صنع هدفين تزديداته في المباراة بنتكلم في معدل تزديدتين تقريبا 1.8 تزديدتين تقريبا في المباراة الوحدة صناعة الفرص أقل من فرصة في المباراة الوحدة مراوغاته الصحيحة نص تقريبا يعني بيراغ مراوغة كل مبارتين التحامات هوائية معدل التحامين في كل مباراة طيب تعالوا نشوف كمان أرقامه يلا بين هو لعب خلال مسيرته كلها 166 مباراة 9760 دقيقة سجل 44 هدف صنع 14 هدف وحصل على 11 بطاقة صفراء ده لاندري دياماتا المهاجم المحتمل للنادي الأهلي شكله كويس شكله مهاجم معقول يعني شكله مهاجم معقول ماشي نكمل أخبرنا كهرباء تعرفين خلاص أنه لجنة الانضباط خلت العقوبة بتاعة محمود أو تظلمات خلت عقوبة محمود كهرباء 6 مطشات بدل 12 مباراة وتقليل الغرامة من لنص مليون من مليون يعني كانت مليون الأول بقت نص مليون وخلاص الأمور بتاعة كهرباء اتحسمت بقت 6 مباريات طيب 6 مباريات دول الإقاف هيتطبقها إمتى هل في الكاس هل في البطولة بتاعة السوبر للأبطال ولا هيتطبقها إمتى بحسب معلوماتنا بحسب ما تأكدنا إن 6 مباريات هيتطبقوا في الدولي الموسم اللي جاي يعني هيلعب سيمي فاينال الكاس وفاينال الكاس لو الأهلي وصل للنهائي وهيلعب دولي سوبر للأبطال اللي هيتلعب في شهر عشرة هيلعب الكلام ده كله بس في الدولي أول 6 مباريات كهرباء مش هيلعبهم مع النادي الأهلي لجنة الانضباط أو لجنة العقوبات شافت إنه العقوبة بتاعة الكهرباء حصلت أو الوقع بتاعة الكهرباء حصلت في الدولي وبالتالي العقوبة تطبق في نفس البطولة وبطولة الدولي مش في بطولات أخرى بما إنها أقل من 8 مباريات لو 8 مباريات كان هيخذها في كل البطولات لو 6 لو 4 فهيخذها في الدولي بس هيخذ العفو 6 مباريات مش 4 6 مباريات هيخذهم في الدولي مش في كل البطولات ماشي حسين الشحات الوقع بتاعته بتاعة الشيبي واللي حصل وتم عقابه بمباراتين وحصل بعد كده كلام من نادي بيرامدز إنه رافض هذه الأهلي وشايفها أهلي ضعيفة ونادي بيرامدز كان فاضل له يوم واحد بس إنه يرسل التظلم بتاعه في عقوبة حسين الشحات هو أرسل فعلا مبارح التظلم قبل نهاية المهلة يعني وبيرفض عقوبة حسين الشحات وشايفها أقل من المتوقع وبالتالي هيتم النظر في تظلم بيرامدز خلال الأيام القادمة مش في الماضي كل ده في الماضي الحمد لله يعني زي ما قلت لكم المسم خلص خلص الحمد لله نمار نمار بتاعنا احنا اللي هو سيد عبدالله يعني جاله عرض من السعودية لما كان موجود في البطولة العربية وشارك مع نادي الزمالك وتحديدا تقلق بشكل كبير في مباراة اتحاد المنسيين لما شارك بديلا جاله عرض من الدوري السعودي وهو لسه هيحسب أمره نفس الأمر بالنسبة لإدارة نادي الزمالك لسه ما اتخذوش قرار فيما يخص سيد عبدالله نمار منتخم مصر لكرة اليد للنشئين تأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا فاز النهاردة على منتخب ايسلندا القوي 33-30 عشان يتصدر مجموعته الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاثة مشوار منتخبنا كان في المباراة الأولى لعب قدام اليابان وكسب 40-32 وفي المباراة التانية كسب المنتخب التشيكي 28-22 وفي المباراة الأخيرة فاز اليوم على ايسلندا 33-30 أنا فرحان أنا حقيقي بفرح بمنتخبات كورة اليد كلها دايما مفرحيننا نهاردة كنت تفرج على مباراة ايسلندا رغم ان احنا بدايتنا فيها ما كانتش جيدة وكان ايسلندا بتفرق بكم هدف بس بتلم نفسك وبتتقلق وبتفرق في الشهود التاني والأمور حلوة وتحس ان منتخبات كورة اليد دايما في مصر حرفيا جيل بيسلم جيل انت مجيش تقول ايه اه ما خلاص بقى الجيل الزهبي دراح وعبالما نكون جيل الزهبي تاني لأ منتخبات كورة اليد في مصر كلها أجيال زهبية كلها أجيال حلوة أجيال تفرح ومشرفيننا دايما بصراحة يعني طيب معايا عبر الهاتف الآن كابتن كرام كردي من كرواتسيا رئيس بعثة منتخبنا الوطني النشيين منتخب كورة اليد يا فندم منور ومشرف فرحتونا وشرفتونا حتى الآن الله يباك فيك كابتن كريم ده احنا السعاداء ان احنا بنفرحكو والسعاداء ان احنا بنرفع اسم بلدنا اللي فعلا مش قادرين نوفيه حقه انتو من أول البطولة يا فندم الأداء ممتاز جدا وكل مرة اقول ايه المباراة دي يمكن كيات سهلة شوية احنا مجموعتنا سهلة شوية كل مباراة يعني اليابان أقل من شيك والشيك أقل من ايسلندا كل مباراة تخشها تقول ايه لا احنا هنقع في دي بقى احنا ممكن كنا كويسين في دول بس هنقع في دي لكن احنا ماشاء الله على رجالتنا وشبابنا اداء كله حلو هو الحمد لله الولاد مجموعة كويسة جدا ومجموعة اتعمل معها شغل مع الناس اللي قابلينا يعني المسؤولة كانت قبل الجهاز ده وجهاز ده يكمل كابتن ألفي وكابتن وايل عبدالعاطي ومعهم كابتن وليد عبدالعطي مقصود وحازم حامد محلل فني وكابتن وليد عبدالعطي مدرب حراس مارما والدكتور امامي ده للعلاج الطبيعي المجموعة ملمومة بطريقة جميلة جدا الولاد مؤدبة الولاد ملتزمة الولاد تعرفين ايه اللي عليهم قبل اللي ليهم جيل بإذن الله بإذن الله هيشرف مصر في السنوات القادمة وجيل هيبقى متكامل لإن حادثك مفيش واحد فيهم ممكن تقول إنه زال ستار بتاع الفرقة ماشي لا كلهم نجوم كلهم مستوىهم وغيبين من بعض في جميع المراكز لدرجة إن الفرق اللي قدامنا لغاية دلوقتي مش قادرين يعملوا عليك أي تركيز مين بالذات اللي هو ممكن يتمسك أو مين يعني اللي ممكن يبقى هو مفتاح الفريق مش قادرين مش قادرين فعلا يعني يعني إحنا الحمد لله الحمد لله ماشيين على مهلنا وماشيين هم عارفين إن كل مباراة بطولة اللي عايز يوصل للبطولة مش مهم حيلي عدمين صح صح طيب أنا عايز فضل أنا في 2019 يا فندم يعني أنا شخصيا يعني أملك ذكريات عظيمة جدا مع منتخب ناشيين كورتلياد كنت موجود في الأستواتيات التحليلية لبطولة 2019 كل المباراة منتخب مصر كنت موجود فيها لحد ما كسبنا البطولة في الآخر وده كان شيء غير متوقع للجميع المصرية وكلنا كنا فرحانين وكان فوق توقعاتنا كمان السنة دي هنقرر ده نقدر نعمل ده عندنا الإمكانيات والمنافسة اللي تخلينا نوصل هناخد لك البطولة مرة أخرى نقول يا رب يا رب طبعا يعني إحنا واخدنا بقول لحظة هدف أولاني إن إحنا نوصل دور التمانية وهو الحمد لله إحنا قبق أو حسين يعني إن إحنا خلاص وصلنا دور التمانية بعد يوم الاتنين اللي جاي هنقابل البرازيل الساعة ستة ونوص طويل القاهرة ويوم الثلاثة هنقابل أسبانيا الساعة تمانية ونص طويل القاهرة إحنا داخلين الماتشاط اللي جاي دي وإحنا معانا نقطتين يعني واخدين نقطتين إحنا وأسبانيا وحظة هذا فإنت كده يعني فرصتك بإذن الله تكسب البرازيل لبقى خاص انتها الموضوع انت وصلت لين لدور التمانية من تبقى من أفضل تمان فرق في العالم والماتش اللي بعديه بإذن الله نكسب ربنا سهل نشوف هتبقى سكتنا مين إن شاء الله نقطتين بقى وصلنا في المربع الزهبي وبإذن الله بإذن الله نكمل ونوصل النهائي وبإذن الله بعد كده نجيب الكاس ونجيلك يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله طيب كابتل كرام النهاردة كان فيك ناقة كده حصلت مناوشات حصلت بعد نهاية المباراة بس أنا بفراجع ما هو ما فهمتش أصلاها إيه أو إيه اللي حصل خلى اللي عابين يمسكوا في بعض كده كان ايه المشكلة هو حضرتك المشكلة إن هم مجدودين من أول الماتش لإن هم ما عندهمش أي بديل إلا إن هم يكسب لإن التشيك المتخب إيسلندا طبعا تحكبت كاميرا منتخب إيسلندا اه طبعا اه التشيك كسبت إيسلندا صحيح ماشي اوكي والإتنين كسبوا اليابان ام وإحنا كسبين اليابان وتشيك ام فهما عايزين يدخلوا مع معنا إحنا ماشي ام إحنا كده كده بإذن الله كنا دخلين بس إزاي أنا أخش بالنقطتين او من غير النقطتين احنا طبعا عايزين نخش بالنقطتين صحيح كمام فهما بقى مشدودين جدا من أول ماتش اه وكان فيه يعني حاجات مش ظريفة جدا ان هي بعد الفولات أو أي حاجة يبقى في زق أملاش لازمة مش عارفين اه هما لما وصلوا ان هما كذبين فارق ستة فهما حسوا ان هما خلاص الماتش اه يعني بقى بتاحهم اه اه جي بعد كده وطبعا كان كان فيه حاجة رائعة يعني حصلت ان هي ان احنا رجعنا تاني الماتش وبقى فارق واحد فارق اتنين ولينا بنالتي المهم الحاكم حسبه ان هو مش بنالتي ان هو اه فاول من بره الدسعة وده بيبقى الستة العيبة بيقفوا قدام اللعيب بتاعنا وراح اللعيب بتاعنا رح شايتها من من تحت من الأرض يعني جي على جنب شوية كده وراح شايتها من غير حركة ماشي ما ما ينفعش حرك رجليك وراحت جاي جون تمام فبقى فارق واحد وده ممكن تقول لهو ده كان نقف التحول بقى مم نازلنا تاني طايم برضو هم مش بغدين بالهم ان احنا هنلاعيبهم بطريقة احنا لعيدنا تقريبا بجميع الطرق بتاعت اه الدفاع في كورة الياد صح لعيدنا ستة صفر وخمسة واحد واربعة اتنين ثلاثة اتنين واحد وثلاثة ثلاثة فهم فوقوا ان احنا يعني هم مش عافين يعملوا ايه مم فوصلنا ان احنا بقينا كازبين في الاربعة صحيح صحيح وليه طبعا يعني كتنالة كبيرة هم في الاخر بقى يعني بقى يعني انت فاهم لما واحد بقى خلاص احنا انت خرجت بر الموضوع خالص صح صح فخرج عن شعوره بشكل لا ارادية عشان هو كان مضغوط جدا يعني مفهول اه ما كانتش لطيفة يعني هو كان بقى تقريبا تمنتاشر ثاني يعني صحيح والحكام عايزين يكملوا المواتش التمنتاشر ثانية وهم بقى ايه بقى يلطاشوا يعني صحيح يلطاشوا يعني جابت ان كرام كوردي انا مستنى الكاز ومستنى حضرتك ومستنى اللعبين ومستنى الجهاز الفاني ان شاء الله بإذن الله تنس ربنا ينصرنا بإذن الله احنا محتاجين دعواتك بيحصل معنا والله بيحصل يا فاند بيحصل انا بشكرا شكرا جزيلا كابتن كرام كوردي عدو مجلس دارة اتحاد اليد ورئيس باعسة منتخابنا الوطني للنشئين لكرة اليد في كروتي انا بشكرا شكرا جزيلا طيب تعالوا نروح لنشرة اخبار العرب ونبدأ من البطولة العربية يلا بنا الشرطة العراقي النهاردة عمل مفاجأة كبيرة جدا فاز على السد القطري اربعة اتنين وضرب موعد مع الفائز من مباراة النصر السعودي ورجاء المغربي للسعودي كمان كسب النهاردة اتحاد جدة في ربع النهائي وصعد الى نصف النهائي بعد ما فاز عليه بسلسية مقابل هدف وهيستنى الفائز من مباراة الشباب السعودي وفريق الوحدة الامراطي اللي بيقوده طبعا بيتسو موسيماني كمان في الدوري السعودي اهل جدة بيحسم التعاقد مع فرانك كيسي بعد اتفاق مع برشلونة على اتمام الصفقة ومقابل 15 مليون يورو اللعب هيجري الفحص الطبي غدا للانضمام رسميا الى الفريق حتى 2026 بالمناسبة في النظري في رأيي اهل جدة افضل فريق سعودي عامل صفقات ده في رأي يعني الاتحاد عامل صفقات عظيمة النصر عامل صفقات عظيمة الهلال عامل صفقات عظيمة الاهلي عامل صفقات زكية في رأيي والله اعلم بقى هيعمله ايه المسلم الجانب ابهى بيعلن التعاقد مع المهاجم الغيني فرانس وكمانه قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي حتى 2025 كل اندية في الدوري السعودي بتجيب لعيبة كبيرة في الدوري المغربي الجيش الملك المغربي بيقترب من التعاقد مع المهاجم على الدين اجرائي من اجل تعويض رحيل رضا سليم الى الاهلي والتحاد تنجا يعلن تجديد عقد محسن متولي لمدة موسم اضافي بعد نهاية عقده السابق الموسم الماضي نادي الترجي التونسي في الدوري التونسي بيعلن التعاقد مع لعب الوسط البرازيليان الساسي في صفقة انتقال حر قادما من نادي وينجتون النيوزلندي عقد لمدة 3 اعوام بتجيبوا برازيليان ليه بتعملوا زينا ليه ليه بس ماشي بعد الفاصل هشرفني وينورني واحد من الكبان الكبار في تاريخ النادي الاهلي كابتن احمد السيد خليكم معنا يعلن بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هزي الفقرة الكابتن الكبير كابتن احمد السيد كابتن النادي الاهلي السابق كابتن احمد منور الدنيا ومشا الله كريم طبعا وسعيد بوجودي معك النهاردة اخبارك ايه الحمد لله تاني كل حلو الحمد لله تاني الدنيا هناك جوه احسن ولا الجوه في سوهاج في سوهاج لا في سوهاج الجوه هناك صعبة حر اه لا 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 حر جدا الشمس هناك واخد شقة هناك حر جدا اه جدا بقى سوهاج والسود بالذات يعني من ضمن مدن السعيد حر جدا زماننا في الاعداد حسن زايد بيقول سوهاج جنة هو من سوهاج لا 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 على فكرة هي العيشة فيها هناك نصطردين جدا والمكان اللي انا فيه لو سوهاج جديدة ده معمول للطريقة كويسة جدا والانشاءات فيه الخدمات فيه كويسة سيها مشكه نك في الصيف الموضوع صعبة اه طبعا طبعا بس انا عشان واخد على افريقيا فالموضوعي تي واخد على افريقيا ازاي عشان بسافر انا في أفريقيا ع طويل كنت توقف دل انا بسافر في أفريقيا يعني جاو متعودة لكده كل مسلا مادام عندي وبنتي لأ ماستحملش للموضوع خالصا صح كده؟ طيب انا في بداية كلامي كنت بتكلم على الموسم اللي فات والموسم اللي جاي لو كلمنا بنظرة ايجابية ايجابية ايه اللي ناخده من الموسم اللي فات ده ونقول عايزين نحسنه اكتر واكتر الموسم اللي جاي انا انا من إيه اللي عجبك؟ وإيه الحاجات اللي هي ما عجبتكش هو نفسك تشوف فيها تطوير؟ أنا أنا يعني أهم حاجة بالنسبة لي انتظام الدوري. صح. إحنا من 2011 من الثورة مفيش دوري منتظم. وده للأسف بيأثر على المنتخبات لأن اللعيبة بتروح المنتخب مجهدة. فأنت بالنسبة لك إنت أغلبية قوام المنتخب بتاعك من اللعيبة المحلية. مهم. محترفين عندك مكان بكده أولالين. صح. فأنت إنت إنت أريدي بتود اللعيبة بتاعتك مجهدة. صح. وده بسبب تلاحم المواسم مفيش أجازات بتتاخد عدم انتظام الدوري. طيب بمناسبة انتظام الدوري. مهم. الموسم اللي جاي. أقول لك اللي هادر أفتكره يعني. عندك باقي ما تبكى من كاس مصري في الموسم الماضي. وعندك كاس مصري جديد. وعندك سوبر مصري. اللي هو سوبر الأبطال اللي فيه أربعة فرق. وعندك سوبر أفريكي الأهلي. وعندك الدور الأفريكي بتاعة الأهلي. وعندك دور الأبطال الأفريكية. وعندك كونفيدرالية. وعندك كاس العام للأندية. وعندك تصفات كاس العام للمنتخب. وعندك كاس العام للأفريكية للمنتخب. عندك الأولمبيات لمنتخب الأولمبي. لابقى عندك كل الحاجات دي. تمام؟ ده شيء لا ينزر أبدا أن احنا نشوف دوري منتظم. إذن إيه هي الحلول اللي إحنا ينفع دلوقتي نقض على تربيزة ونقول نعملها بسرعة عشان ما نجيش سنة جاء نصرخ. أن أنت من دلوقتي لازم تهيأ للأندية أو تتفهم على الأندية أن فيه بطولات من البطولات دي. بالذات لها بطولات المنتخبات أن أنت ممكن تلعبها من غير الدولين. زي. زي مثلا الأولمبيات مثلا. عادي المشكلة مثلا أنا في لعبة اتخذت وانت كامل الدور عادي. ما يقفش عادي. ما يتعلم بس في كاس وهم الأفريقية. لا هم الأفريقية لا دي حاجة تانية هذا انت كده كده خلص يعني. تصفية كاس العالم. راضي أنه فيه يعني فيه ماتشاوط مش نزيل مثلا تأجلت الأهلي. مش أنت أجل كل الماتشاوط. يعني انت بيعملوا إيه الوقت أنت الأهلي يلعب في أفريقيا. طيب ما تكمل الماتشاوط. كل أهلت نحن كان زمان الجيل بتاعنا كنا بنرجع نرعب خمسين ماتش في كل يومين ماتش عادي. الدوري بقى شغال عادي. والفرقة كلها بتلعب الماتشاوط بتاعتها وانت بتكمل عادي. بعدها تريد تكمل عادي. ليه أنا أوقف الدنيا كلها وأعمل ماتشاوط عليا واللود عليا زيادة. لكن هي طبعا هي بموسم صعب جدا. اللي عندها تيجي تقول لك أنه لا أنت أخذ مني أربع خمس لعيبا أنت أخذ نصف الفرقة في المنتخل الأولى وماتشاوط. هل في الدوريات التانية دور إنجليزة أو حاجة الموضوعات مش بيحصل لنا بقوله؟ عشان هم هناك عندهم محترفين. يعني لو في دولة إنجليزة طبعا لو فيه كاسمهم الأوروبية هني يوقف في الدولة. يعني بيوقف الدولة الإنجليزة بس أنا أقصد إنه حتى في الماتشاط الدولية تمام أنت بتوقف عشان خاطر هي يقول لك أربع خمس لعيبة من تقديم مني طبعا أهلعب إزاي طبنص الفرقة أما برضو الأهل ده بيبقى ليها حق. ما أنا بتوقف مني قوام أساسي يعني. والذات الأهل والذمالك. والأهل والذمالك تحديدة. ماشي بس هو لازم يبقى لازم يشوفوا حل ليها لان انت برضو الموسم الجاي هتفضل برضو في القصة بتاعتك ان انت تلحهم مواسم والموسم اللي بعده البطولات الجديدة اللي هي الاتحاد الكرة والربطة انشايتها اللي هي بطولة النغبة اللي عاملينها هتفضل مستمرة عا انسيت كمان بالمناسبة فيه كاس ربطة وفيه بطولة عربية اي معديم اعو فيه عشة الزحمة هو بص هيبقى موسم صعب جدا على القائمين على اللاجنة المسابة هيبقى موسم صعب جدا انا هسألك سؤال. مهي مقترح بيقول ان احنلعب الدور اللي جاي دوت من دور واحد. ايه رأيك? بس من دور واحد يعني هيتلعب ازاي برضو? هملعبي ولا في ملعبك? هيعمل لها ملعب محايد. على فكرة فكرة. والمجموعاتين حلوة برضو. يعني دور المجموعاتين برضو حلوة. يعني اه. ده برضو هيقلل هيقلل الوقت شوية بتاع المتشاط. ويديك مساحة برضو للمتشاط التانية ان انت تقدر تقدر المتشاط التانية من غير ما يعمل خلل في في انتهاء بطولة الدورة. لكن هل الفرقة هتوافق بقى ان يعمل دور واحد? هتوافق. ما هو دي? يعني اصلا هو. هنعملها زي? لا وهي بصعب ان انت الفرقة كمال انت انت على طول مسلا ايانا مسلا الدور اولاني انا ماشي واحش. هعاوض الدور التاني. خلاص انت المتش اللي خلص بشتعبه. وانا لحد امتى هفضل افكر في الفرقة هتوافق ولا مش هتوافق. يعني ليه ما مخدش قرار. يعني مسلا ليه ما اخدش قرار دوري بتاع دوت ما يستحملش 18 نادي يخليش 16 ولا 14. دي ما اخدش قرار نلعب دوري من مجمواتين. ما اخدش قرار ناخد ده لعب دوري من دور واحد. ليه لازم الانديات وافئة. معلها. ما كل نادي بيفكر في مصلحتنا. ما افكرش في مصلحة. ما انت عشان عادة جماعة امومية مع الاسف ساعات ممكن ناس بتفكر في انتخابات بعد كده. كالتحاط الكورة ممكن يفكر في انتخابات فانا عايز زردي اعضاء جماعة امومية. انك لو كل واحد تفكر ان هو بيعمل حاجة كويسة للقورة المصرية ودي الاسف المشكلة عندنا في مصر. ان كل واحد بيفكر طب انا لو كريم ما رضوش. طب انا كريم مش اقوى في جنبي. هي المشكلة عندنا في مصر. ما ده بيحصل دلوقتي في الدوري المحترفين بتاع الدرجة التانية ده. بس. هقول لك يعني ده قرار تخبط. انا باخد قرار خلاص انا اخدت قرار. ايوة. ايوة. خصوصا ان انت القرار ده خليت الدوري في الاخر دوري سخني جدا ومطشط وناس وضرب واخناقات وبتاع. وفي الاخر جيت بعد ما قلت في الدور المحترفين روح تلغي القرار في الاخر. طب انت ليه عملت بالقول كده. ما ده بتخبط. خلاص انت كده اديت. احاق لان بس ان انت اي قرار هناخده بعده كده. هتعترضوا عليه خلاص مش هنواف. ليه برضي عشال التفكير في ايه في جماعة امومية. هاي دي المشكلة. مشكلة. يعني يعني اه انا انا كنت محاي جدا محمد فضلا ما مسك اتحاد الكرة. اني فضل شخص محايد جدا. امم. وفضل اه ما كانش لغم انتمائه للنادي الاهلي. لأ كان فيه وقت كبير لأ بيقف قدام النادي الاهلي ويعارض ويعمل. تصح. انت في شغل تبت عن انتمائتك. عشان انت انت هدفك ايه? الارتقاء بالكرة المصرية. مش هدف ان انا ارضي كريم او ارضي اه غيره. صحيح. ولكن احنا طول ما احنا هناخد قرار والناس لأ مش عاجبنا وبتاعت مش توصل لحل. انت دورك ايه اصلا كالتحكرة? ان انت تاخد الكرارات والناس تغيرها? ولا انت دورك تاخد الكرار? وبدلا ما انت متأكد. والناس تلتزم. انا متكلم عن تحديد الكرار ربط الاندية كمان دلوقتي. فانك تاخد كرارات والناس تلتزم بيها. هو سؤال بس واحدة كريمة. وانت الكرار ده يقول لأسف يا كريمة انا غلطت خلص. بدان انت شايف ان القرار بتاعك. انت خدته ومشيت في القرار. بدان ما انت مقتنع بقرارك ان هو صح امشي فيه. الناس تغير بقى انت كده بتدي فرصة بعد كده للناس. كل حاجة هتاخدها بعد كده. هنجتمع ونتخانق وانت شايف ويلغي القرار. يبقى انت دورك اتحكرة. يبقى هما الناس التانية اللي تدير بقى. جمالهم هو ايه. هعس لك على حكاية كده كنت بتكلم فيها في الانترو وفرصة ان انت موجود معا يعني. احمد عبدالقادر من يومين كده دخل كتب بوست على الفيسبوك ومتدائم من بعض الجماهير او بعض ما يسمى بالليجاة الالكترونية انها بتنتقده وبتهاجمه. وقال انا ما فيش حاجة اسمها ان انا رد في الملعب انا استحملت كتير فلازم ارد هنا واي واي واي. ايه رأيك او نصيحتك ايه لأحمد عبدالقادر? لا طبعا هو البوست مش موفى قالس ان مش موفى. يعني معنى كده ان انت تقول ان انا مش بتعرشاوي انا قررت البوست طبعا. اه. ولا لو لقى اباحمد كنت اكلمه كاخي يعني ان انا كلمه. يعني كاحكبات النادي ويعني من المطبخ. يعني بتربي في النادي لحي. اه انت مفهش تقول ان فيه ناس بتاخد كزا معنى كده ان انت فيه لعيبة انت عارف ان فيه لعيبة بتدفع فلوس او بتاع اللي الجان دي. اه. انت متردش خلاص. اه تقول انت كمان بتخبط في زبايلك. اي اه. ما انت بتقول انا مش بتعرشاوي انت انت عارفت ان فيه حد بياخد. اه. او حد مثلا بيدفع. اه. فانت انت بالنسبة لك. انت اول حاجة ما ينفهش ترد على الناس. كلنا تشتمنا. صح. وطبيع جدا. ولازم قابل كل ده كريم اقايم نفسي. اه. هل انا الناس دي بتهاجمني وانا كويس ولا بتهاجمني وانا واحش. صح. بس. صح. انا قلت كده. قلت لو انت كويس. حتى لو حاولوا يجتموك. في مليون واحدة يردوا عليهم. لا ده ماشي كويس. وزي الفور. بس. هلاص. هتلاقي الناس. هلاص. يبقى انت كده. هتسيب الناس اللي ترد. لكن انت احمد عبدالقادر انت بدأت كويس جدا. اه. بدأت مسواكي قل. بدأت تعمل مشاكل. فطبيع جدا. طبيع جدا. الناس هتهجمك. سواء اللي جان لوجهة نظرك. او الناس عادية. فطبيع جدا. انت تقبل النقد ليه. لان ده نقد بالنسبة لهم. هم مش بيهجموك. عشان ما بيكرهوك. بيهجموك. عشان هم اول حاجة بيحبوا النادي الاهلي. ثانيا. عايزينك تبقى كويس. احسن. كلنا. كلنا. كلنا انتقادنا. احنا كابتل الخطيب في الفين وثلاثة. اما. اما خسرنا الدورة بتاع. بتاع سيد عبد النعيم. كابتل الخطيف فتح. فتح. الجماهير. استددتش كله. متقفل الجماهير. وطلع اللعبة. وسبق الجماهير تعمل ايه? تنفس. اه. دي او مرس معك. اه. دي متصورة فيديو. اه. اه. طلقت الجماهير. لا. لا. لازم الجماهير تنفس خلاص. اه. وانت وحنا تقبلنا الموضوع. وانتو خرجنا. خرجنا كلنا وكلنا. اتشتمنا كلنا عادي. وعادي مررنا قلص التمرين. والناس هديت. استحملت ليه? اه. لو روحت بقى مسلا شولت الجمهور. استحملت ليه? انت غلطان. اه. انت الناس دي. الناس دي مش عايزة حاجة منك. الناس دي عايزة النادي الاهلي في اعلى مكانة. ويكسب ويكسب كل البطولات. كده خسرت بطولة سهلة بالنسبة لهم دوري. اه. كانت رعونا منينا احنا من اللعيبة. احنا كنا راحين الماتش. واسقين احنا الماتش غاز بتاعنا. خاتوا الدوري. لأ. وانحنا كنا قبل الماتش. يعني كان في بعض اللعيبة بتتكلم. واللعيبة الكبارة في قضيتهم. في الكلام ده سكتوا. هنحتفل ازاي بعد الماتش. اه. يعني كنتوا بتخططوا ازاي دي. بعض اللعيبة الصغيرين كان لسنهم صغير. فطبعا كان موجود كابتن وليد صلاح. وكان موجود كابتن هادي. خشبة. وتكلموا عن الناس دي يا جماعة احنا لسه مجسدنا. لان كابتن هادي وكابتن وليد عدوا على الاجواء دي كتير وفاهمين ان انت. اما بتحتفل قبل الماتش بتخسر. صح. خلاص? العب الماتش وخلاص واحتفل. صح. بتخطيف فتح والجماهير قاعدة تشتم فينا وتشتمنا وكلنا ومحدش فتح بقوا. بعدها فترة بسيدنا الكاسم الاسماعيلي. الجماهير هي جاية تشجع تاني وخلاص. لان هي خلاص انت مرحلة زي ما الناس دي بيجي تشجعك في الاستاد. وبتغني باسمك. بتغني باسمك وتكسب. صح. اما تخسر تتقبل. صح. هو انت كويس يا حمد عبدالقادر. اول ما انت طلقت. الناس كان بيتول يا حمد عبدالقادر ونجمه بتاع. ليه الناس انت قضيك دلوقتي. لازم يبقى انت فيه مصرحة بينك وبن نفسك. انا كويس ولا? انا انا وصلت للمرحلة دي. بقى انا بقى عن انت وجهة نظرك ان في حد مقجور او حد مش مقجور. انت ايه? انت كويس ولا مش كويس? صح. دي نقطة مهمة جدا. الاهلي اه رأي كيف صفك التهم هم معشور? بص يا يعني اه انا بص الكرة بالنسبالي مفعش اقول بقى ده شتم ومشتمش وده عمل ومعملش خلاص. ايه الكرة دي ده مفيش انتماءات في الكرة مبدايان خلاص يعني الموضوع ده انتهى بالنسبالي. امام طبعا ملعبه الكويسة جدا. ولو كان غلط وخلاص والراجل ترى اعتذر. والاعتذر ده من شام الكبار خلاص ان هو اعتذر خلاص. طبيعي جدا الناس كتيرة بتغلط وبيعتذر. خلاص. النادي الاهلي شايف ان هو بالنسبالي صفقة فنية مميزة وفعلا مميزة. وليس اقول لك انت بقى شايف فنية ان هيفيد النادي الاهلي. بص بعد حمد فتحي امام عشور. وانا شايف ان امام اعلى من حمدي في الكوالاتي شوية في اللعب. احسن مني. طبعا امام لفرق ان هو لعب وينجر. فامام بالنسبالي ان هو حتة الهجومية عنده كويسة جدا. هو اللي عدلها النوبة دافع كويس. صح. سيب الزبط بالزبط احمد داوده ما كان في المقصة مع كابتن الهياب جلال. احمد داوده طول عمرنا احمد داوده. في الناحة الهجومية. بلعب ايه? الناحة هجومية. كابتن الهياب وظفه ايه? تفيندر ستة. صح. هي شام محمد نفس الكلام. صح. حسين الشاحات. صح. حسين الشاحات كان بلعب ايه طول باكرايت. كان بلعب وينجر. اه. قدام كابتن هاب كان بلعب ايه باكرايت. مم. فأزن ان هو الولد بدأ حيث انه لا فلوس في ملعب ويدافع كويس دي دي زيادة عليه. صح. لكن هو من احسن الناس اللي شفتها في مصر بيعمل بوكس تو بوكس دي بيعملها بيدافع كويس وبتلعب الكرة كويس وباجم كويس وبالشوت كويس. ارجو من الامام ان هو في النادي الاهلي يلتزم. يعني النادي الاهلي انت بتخش جواه دي منظومة داخل جواه. مم. لازم تلتزم لازم تتمرن كويس لازم تنسى بقى ان انت جايب كام ومش جايب كام تندمك بسرعة جواه المنظومة لان انت عندك امكانات عالية جدا. مم. امكانات دي من غير الارتزام مش هيباليها اي قيمة. لو تبقى عاد مع صحابك بقى في الاهوة كده وعريب بتتكلم مع بعض. بتقول لهم امام عشورة ينجح في الاهلي ولا? انا شايف ان هو لازم هينجح. بس يبعد عن الضغوط. امام لو سلم نفسه للجماهير. في بعض الجماهير اللي ممكن بتنتقد على السوشيال ميديا. ان هو ازاي والمبادئ والكلام ده. وفي بعض جماهير الزمالك هتبدأ تشتمه. امام لو فضى دماغه او لو لو رموهدنه للبتاع امام مش شارع. انا اقولك ده اصعب حاجة في الدنيا. صح. اه اللي بيعجبني جدا في الموضوع ده. اه عبدالله سيدها مجيل احلي. يا خبير. عبدالله جي من النادي اسماعيلي نادي يكبيلو. ومشي من الاهلي. عبدالله بص اللعبين محشرف كده. ما تركس. خلاص انت مشيت طبيعي جدا. انا بلعب في الاهلي. الزمالك هاشتموني. بلعب في زمالك الاهلي هاشتمني. ده طبيعي جدا. مشيت من الزمالك هاشتمني. ده طبيعي. ده طبيعي جدا. فانت بالنسبة لك تبقى انت خلاص يبقى انت مهيئ نفسك ان انت هاتي تشتن في الشارع. صحيح كده. فضي بماغك وما تمشيش وراء الضغوط. خلاص انت راجل اللعب كورة الملعب بس. تعويضنا خلاص وانت تلعب ما اسمعش كلام الناس. واللي هيركز مع السوشيال ميديا الفترة الجاية كمان بدأ الموضوع يزيد من اللعيبة هيبطل كورة. طيب. عايز انا معك لعبة. عايزك تختار لي افضل تشكيلة في الكورة المصرية الموسم الماضي. انت معك ورقة? معي. فيها بعض الاسماء اللي ممكن تفكرك. يعني مش مش حضر لك تشكيل. محطوش محطوش استرايكر خالص منها. براحتك. مفيش استرايكر في الوقت. اختار انت بقى. اختار انت. وكده كده يعني مش لازم اختار من دول. لا لا لا. انا بس احنا حطين اسماء عشان انت هتيجي تقعد تسرح وتقعد تفكر فبفكرك بس. انا شفتها لا هي. يعني اقولك الاسماء. هم دي الخلاصة الان. دي الخلاصة. اه. انا بس انا انا هتكلم من وجهة نظري. بعيدا عن انتمائي خلص. لا لا من وجهة نظري. انا بقولت لك افضل لعيب اقولت انت لو انتمائك هتدي فرقة الاهلي. اه. وفرقة الاهلي كذبان كل حاجة فعلا. اه. اه. ملهاش دعب كذبان كل حاجة. اه ملهاش دعب كذبان كل حاجة. اه. اه. في ناس في فرق تانية. اه. عملة دور كبير جدا. بس في نفس الوقت مكزبوش حاجات. طبعا طبعا دي النقطة مهمة. الاهلي كفريق جماعة هو اللي كسب. بس. انت هتختار افراد دلوقتي. نبدأ. محمد الشنوي. انتوا جاهزين معايا الشباب جوه انا بأ بأ بأشوف بس جاهزين معنا هنا. هه. هتعرض كله مع بعضو طيب. هنعرض كله مع بعضو. اه. اقول انت التشكيلة وهنعرض اه. محمد الشنوي. اه زهير ايمن. لو ه حسنا محباح لطريق 4 4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1 ماشي الشنوي محمد هاني عبد المرام محمد عبد المرام مرأي محمود مرعي. محمود مراي. محمد حمدي. محمد حمدي بيرامد. ماشي. عيب كويس جدا يعني. مفاجأة انت مقولتش علي معلوم. ايه? مفاجأة مقولتش علي. لا علي بص علي العيب كويس كل حاجة بس هو اخر فترة يعني هو قال شوية يعني انا بتكلم برضو ملايش دعوة انت عملت ايه? حلو. انا بتكلم محمد حمدي بيطور من نفسه. محمد الحمدي. انا بالزبط بيفكرني في جوردي قلبة. بس اط نفسه التحرك بيطعم. محمد الحمدي جوردي قلبة. بيقطعم بيعمل اطع بتاع جوردي قلبة اللي ايه رح اطع منورها الباك وبيعملها كويس اوه. حيل. وبانت السنة دي في كازاجون جابه يعني بدماغه وبرجله يعني بتحرك كويس. حيل. ايه ده بالمناسبة عن اخريك اه النادي الاهلي يعني هو من نشيط الاهلي في اوه. طبع. طبع. ماشي في نص الملعب. اه مران عطية. مران عطية. وآآ مران عطية ووليد الكارتي. وليد الكارتي. ماشي. انا حط يعني حط محمد رودة بس يعني بحط واحد مع تلاتة قدام بمصافات دفاعية. ماشي. محمد رودة ابوب. ماشي. مران عطية وليد الكارتي ومحمد رودة ابوب. بس تلاتة مصر المرأة. ماشي. مواصفات هجومية يعني دفعية هجومية. مفهوم على الشمال. الشمال اللي هو الجناح الجناح الايمن. او الايمن. الايمن مصطفى فتحي. مصطفى فتحي. الايصر حسين الشحط. ماشي. مهاجم بقى لزاكرتك و. مهاجم. افكرك بشوية ناس. لا انا عارفهم بس يعني بشوف انا بشوف الاعلى بالنسبالي يعني. يعني انت عندك مابولولو. ماروان حمدي. مابولولو. مابولولو. هو ده اللي هيبه معك. اه يعني هو بالاهداف. هو هداف الدوري اه. لا وفي فرقة زينادي للتحاد فريق كبير. اه ما حد يطلع منه اخد هداف الدوري بحاجة جدا. حلو. يبقى انت قلت محمد الشناوي. محمد هاني. محمد عبد المنام. محمود ممرأي. محمد حمدي. ماروان عطية. وليدي الكارتي. ومحمد ريدا بوبو. اه. واحسين الشحات. ومصطفى فتحي. ومابولولو. مابولولو. دي تشكيلتك. دي الموسم. دي ارأك فيها. هيعرضوهن بعد دي. ارأك فيها. اه حلو مختلف في شوية حاجات بس حلو. في ناس يعني في ناس مثلا زي اه الشيبي كويس. اه. الشيبي باكراك كويس. يعني في يعني اه عطمين تاني ممكن اه. ياسر ابراهيم برضو ممكن يخش معهم. يعني اصلي في ناس انا بعم بقرنات بينهم بس يعني بس هو ده انا بالنسبالي محمود مرأي. مدافع كويس جدا. صح. انا انا فكرة معك في محمود مرأي ومحمد عبد المنام. تبولي انت مختلف معي. اه هو بس عالي معلول كنت احب ان انا احط في التشكيلة كنت ممكن احط حمدي فتحي. اه سوري. ممكن احط حمدي فتحي اه في النص. وما اقدرش اه يعني محمد حمدي اه سوري حمدي فتحي احط في النص مكان محمد ريضة ابوبو. ده لا تشكيلة يعني. وعلي معلول مكان محمد حمدي. ورغم ان مصطفى فتحي عمل موسم عظيم وعبكري. بس ما قدرش محطش زيزو يعني. زيزو كان بيعاب لوحده تقريبا في الزمان كهو افضل لعب في البطول. فانا احط اه احط زيزو. يعني مصطفى فتحي عمل موسم رائع برضو مع برمينز بصراحة. انا فكرة لكن طبعا احمد يا زيزو طبعا انا بقول في ناس موجودين في ناس كتير. طب تحط مصطفى فتحي عشان ما تقولش الورقة دي اللي عثرت عليك. وان كان مصطفى فتحي برضو عمل موسم عظيم بصراحة يعني. لأ زيزو طبعا. زيزو. خلاص. نغير نغير مصطفى فتحي. انا 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 عملت اساس الورقة بس طبعا زيزو انا طبعا سانسيته بس زيزو طبعا من. بس انا شايف تشكيلة كويسة يعني وليد الكارتي من الناس اللي هي اللي عملت. موسم رائع. موسم رائع. وقدى كده ان النادي الاهلي فوضو يعني النادي الاهلي فوضو كان عايز وليد الكارتي. صح. هو العيب كويس جدا. صح. آآ مراوان طبعا ده غنى عنه في نص المال عبدالوقتي. صح. وآآ محمد دي رباب بلوقتي من الناس اللي كلها مصر بتتكلم عليه. عسلك سؤال على محمد عبدالمران. مم. لو انت بتلعب دلوقتي. مم. تمام? وفي مدرب هيختارك انت ولا يختار محمد عبدالمران عميل بأساسي. دي يختار عبدالمران. دي جدعانة ولا. لا لا. ولا كورا. ايا ايا كل كل حاجة يعني كل واحد ليه عصره. انا في العصر بتاعنا كان استطال اللاعب. دلوقتي لي استطال اللاعب. دلوقتي يعني هنا ايامنا كان المدرب عايز الاتنين المدافعين دول امن مركزي. اه. اقوي جدا. اللي هو الجمعة اللي هو تنزل. اقوي يا اه. لو ما ما كسات راكشة اربع خمس اناكل يا اه. لازم. فاهم. لكن دلوقتي الكورا بدت من فترة بدت تتطور. صح. ان الجم بدأ يلعب برجله. ان المدافع بدأ. ان المدافع لازم يتلعب بكورا. هو هو كورته اعلى. هو الولد عنده سيقف ناسه. بس هو مش كلب محمد عبدالمنهم في التهور. ان هو في التهور والمشاكل والحاجات دي. ولازم يبقى عنده ثابات فعالة شوية في المشاكل وخناقات دي. طبيع جدا الفرود هيستفزك. طبيع جدا الفرود تحس ان انت رجبه. ان هو عايز يضرابك عايز يعمل لك. انت زي انت بقى ثابت. احنا كنا بلاع فرقة مرة اسمها جان داركس انغالي. كان عاملين بقى. ايه بقى. جاي بقى معهم خاتم. خاتم خاتم الخاتم اللي هي السودة دي. اه. وبيتدوها لبعض. ويجي جنبك. انت بقى حظك. تاخد بلحة. تاخد وناف وشك. شدي خد واحدة هنا في الحتة دي فقطعتل دي كلها. ايه روح ضربك في ضهرك بيها. فهم انت طبيع جدا انت الحاجات دي بتحصل عتامها هتتشد. صح. بيتدوها لبعض يعني يضربك ويديال غيره. روح ضرب اللي بيلعب عليه. فسيادة بيقولك انت توترت ليه. هتعمل انت اصلا مستر جوزي على طول كان بكلامه معنا السبات الانفعالي. لعنهم عارف ان الافاركة هم فيهم الدق ده. يستفزك عايز يضربك ويزات المغاربة. شغل اللعبين يعني شغل لعبين في الملعب يعني مش كلهم. اي حد بيلعب قدامك عارف اللي انت اقوى منه. هيعمل الحاجات دي. صح. هيحاول يخلقك بره الماطش. بي. ايه. بيحصل في فرق اوروبية مش مسته الفارق يعني بيحصل في العالم يعني. هو كده. هيحاول ليستفزك يطلعك بره الماطش. هو شايف عارف مين ابو تريكة وعارف بركاته وعارف متعب وعارف في لافي وعارف عارف الناس كلها. فشايف فرق تقيلة جاي تلعب. فهو تضرب ويتشتم واضربك وانت قايف تديك بالكوة بتاع. صحيح. فهم يعني انت بتلعب في فرق كبيرة هزم عندك سبات فعالة. صحيح. انك ابتلاح ما تشرفت ونورتك العادة الحوال معك ممتعب اشكرك شكرا جزيلا. حبيب. شكرا كريم. وانا سعيد ببوضي معك. يا ربي خليك حبيب. بسنا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل احمد الهواري ومحمد جمال معهم كواليس مهمة جدا خليك. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى اشرفني وانورني في هزي الفاكرة الاصدقاء العزاء المميزين دوما. احلى فاكرة بحباك انا في البرنامج دوت. احمد الهواري ومحمد جمال الهواري منور الدنيا. ده نورك يا كريم وعودة بقى مع محمد جمال. حبيب. يا جيمي كمان. حبيب يا اوي. خد المصف بدري اوي. اوي. ازاك يا جيمي. حبيب يا كيب. اخبرك ايه. زي الفل الحمد. سيبا نشتغل انت وانت اه. كانوش يومين عمي. كانوش يومين والله. خميس وجمعة وانت لسه جاي طبعا صبت. اه. ويسابت. وجاي عامل التان بتاعك ومزبط حيالك. كل حاجة. ان شاء الله ايه. ان شاء الله. ان شاء الله. هحاول. طيب. هابدأ معاكم بشترش الوقت ما يجليش منا. يلا بينا. واحنا داخلين قبتلي اول حاجة عايز اتكلم فيها حاجة عن جمال النادي الاهلي. ايه قص الجمال النادي الاهلي. يمكن من اكتر ال τι. اأجتر الحاجات الناس كتت مستغربة لتساني اتك فلا اكتر في شهر يوليو جمال النادي الاهلي. هي الاكثر تفاعلا مع السوش الميديا. خاصة كان في صافقتين المهمين. منها صفقة امام عشور. طبعا صفقة جمالية في المقام الاول. فالاكثر تفاعلا على السوش الميديا على العالم. كان مركز ثاني للريال مدريد في شهر يوليو الفين ثلاثة عاشرية مليوم فلمان. يعني جمال النادي الاهلي على مستوى العالم على السوش الميديا كان رقم واحد. قالوا السيطرة المحلية وده كان واضح جدا لو نستعرض صورة طبعا استفتري الرابطة اللي بيعملوه كل جولة عن رجل كل جولة رجل كل جولة ده باختيار الجمهور هتكرنا الصور يا جماعة اللي بيكلم عنها جميعا رجل كل جولة باختيار الجمهور خلينا قولك انه في 34 جولة في جولة ألغيت ما تمش اختيار في رجل الجولة في 33 جولة اهل 26 جولة من 33 عشان بالتصويت عشان بتصويت الجمهور فوقت ساح محلي واضح جدا جدا ده رغم انه بيبين زي ما انت قلت ان قدي قوة جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا بس ده يخلنينا المفروض المعايير بتاع الكوزيز الغير دي الاسابيع كل اسبوع مين تم اختياره هتلاقي ايه اسابيع قليلة جدا سبع اسابيع بس هي اللي خرجت من النادي الاهلي مالك ايفونا كان في الاسبوع العاشر قبله كان محمد حمدي زاكل اتنين بنادي اسوان كان في حسام حسن اللي خده مرتين اللاعب الوحيد اللي برا النادي الاهلي اللي خد رجل الجولة مرتين احمد امين اوفا خدها مرة بتكلم فيه فقط سبع مرات من ال 33 هروح لك بقى للجزء اللي انت بتتكلم فيه انه طيب ده باختيار الجماهير طيب هل ده فعلا كان ليه اختياره دول الاربع اسابيع الاخيرة الاربعة طبعا من النادي الاهلي واغرب جولة كانت الجولة 34 لان انا هجيب لك انه الافرج بتاع كل البلاتفورمز اللي بتقيس مستويات اللاعبين انه بتديهم سكور بعد كل جولة انه فقط سبع جولات هي اللي اتساقت مع انه اعلى سكور يكون اللاعب اللي تم اختياره ايوه فقط سبع جولات من ال 34 كان اغربهم الجولة 34 بعد ما يوقع النور لعب ادرس معيلي جبهة ريكتا وبعد ما عبدالرحمن البنوبي قعد داخلية في الدورة الممتاز السكور بتاعهم كان اعلى سكور هنروح ليه الارقام دي دلوقتي كان اعلى سكور في الدورة بالكامل اللاعب جاب هاتريك وقدم مباراة كبيرة وجاب جون وجاب جون تحسب للمدافع فتتكلم على الاربع اهدافهم تساهم فيهم بشكل مباشر 9 و 4 من 10 لأعلى سكور في الدورة المتازل المسلم الحالي ومع ذلك لما يتم اختياره من اللي خد اطار محمد طارب 6.2 افرج بتاعه على كل البلاتفورمز 6.2 تتكلم على 6 و 2 من 10 وراجل التاني 9 و 4 من 10 السنائي سواء البنوبي او يوء نور لتنين 9 و 4 من 10 وما تمش اختيارهم ان هما يكونوا الرجل الجولة لانه بانها باخترار ببساطة شديدة بس قوت جمهور النادي الايل على سوشيال ميديا لو اللاعب دوت كان في الاحتياطي وتحط في التصويت جمهور النادي الايل يختار افضل لعب بطبيعة الحال انا بختار اللاعب بتاعي عشان كده في العالم بيديه نسبة للجمهور نسبة لتصويت الجمهور لا خلينا اقولك اللاكتر ونسب فنية والتفاصيل انت بتقول لو لعب احتياطي من النادي الاهلي جمهور الاهلي يخليه يكسب لا هو لو بيلعب في نادي تاني وجمهور الاهلي ما عندوش لعيب موجود فيه الاختيارات هو اللي بيحدد مين اللي يكسب وده حصل مع كل اللاعبين حسام حسن لعب النادي الاهلي السابق محمد حمد زاكي لعب النادي الاهلي السابق مليك افونا لعب النادي الاهلي السابق والاهلي في كل الجوالات اللي خدع لعيبة من بره النادي الاهلي ما كانش عندو لعيبة موجودين في الاختيارات يعني لو عندو لعيبة في ديوند الخلاق كانت رونه 34-34-34-34-34 بعد إلغاء الجول تعال نبص على ابرز الارقام او الاسكورز عشان فاهم الناس هم نتكلم علي هوريك هنا لو نستعرض الارقام احنا جهزنا بعض من الاسابيع هتلاقي انه في الجولة الثانية حمد فتحي كان تقيمه 6.5 الابريد بتاعه على كل البلادفور سبحمود ابو السعود حارس المقولين كان 8-7 تم اختيار حمد فتحي كرجل الجولة بتصويت الجمهور في الجولة ثلاثة كريم فؤاد كان تقيمه 9-7 فهات اللي بعدين على طول في الجولة تمانية العالم علول كان 7-8 واللي كسب مصطفى زيزي كان تقيمه 8-7 فتتتكلم على انه مش في كل الجولات هم بس السبع جولات 7 جولات اللي كان اللعيب الاعلى تقييما هو اللعيب اللي تم اختياره عن طريق الجمهور لكن سيطرة وهي مانا كبيرة جدا من جميل النادي القليل جاي لك في التقييلة جاي لك في التقييلة كهربا هو تقع في 6 شهور هو دفع الغرامة هو هيدفع الغرامة الوضع بالنسبة لكهربا ايه عشان كل يوم فيه كلام بيتقال في قصة كهربا ومحدش ماسك حقيقة واضحة نقول الجملة المعتادة ما بنقود على القاعدة ده كريم ما بنقولش حاجة غير لما بنتكلم مع اهم مصدر في اي تفاصيلة بتسأل فيها حلو طيب هل كهربا توقف 6 شهور لحد دلوقتي كهربا ما جالوش اختار بالاقاف ما جايش لنادي الزمالك اختار بالاقاف ولا النادي الاهلي ولا اتحاد الكرة على اي طرف جالوا اختار بالاقاف حلو فمبدئيا كهربا لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دي ما توقفش 6 شهور حلو جدا حلو كيف هدي اول نبي واضح تمام لكن التأكدات اللي جاية لي من نادي الزمالك ان كهربا هيتوقف لحد ما يسدد طيب كهربا هيسدد في الوقت الحالي مش هيسدد دلوقتي خلص المبلغ اكتمل ما اكتملش اللي انا عارفه ان كهربا ما جمعش المبلغ كان بيمتظر ان النادي الاهلي بعد تجديد عقده سنتين هياخد مبلغ كمقدم تعاقد مبلغ كبير ده ما حصلش على ارض الواقع وبالتالي كهربا ما قدرش يجمع مبلغ الغرامة بالكامل وده اللي اخر كهربا في السداد وكهربا ما كانش عنده حتى لو جمع المبلغ ما كانش عنده انه انه يسدد ايه انت كهربا يسدد كهربا في الوقت اللي بنتكلم في ده من 30 يوم ل5 و40 يوم يعني من شهر لشهر ونص هيكون مسدد على شهر 9 الجاية ده هيكون مسدد هل السداد يرفع الاقاف او السداد يرفع الاقاف عشان الناس برضو قالت لك لا خلاص لو طلع قرار باقافه 6 شهور كهربا لازم ياخد الاقاف كامل 6 شهور لا الكلام ده مش مزبوط كهربا بمجرد ما يدفع دفع بعد اول يوم في الاقاف دفع بعد شهرين بعد 5 شهور بمجرد ما يدفع هيقدر ياخد خطوة رفع الاقاف ويقدر يشارك واللي كهربا رسمه مع ممثلين وقانونيين او محامين انه هو يدفع قبل الارتباطات سواء دولية مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي وبنتكلم ان ده في نص 9 فما قبل الارتباطات دي كهربا يسدد وين هي القصة الله يفتح عليك اعيز اعلق تعليق 30 ثانية على قصة كهربا القرار القرار اللي بيجب اي قرارات الخاص بكهربا انه المدة القصوى للصبر على كهربا الاحين السداد هي 3 فترات قيد 3 فترات قيد 3 فترات قيد ينتهو امتى بناءة فترة القيد الحالية كهربا لازم يدفع قبل ناءة فترة القيد الحالية اللي بقولها واري صحيح بس فين انه بعد الاجتماع بتاع 3 ثمانية واري دي يطلع قرار بايقاف كهربا الاهل اللاعب كهربا ومحامي على عباس هيستأنفوا على القرار ده بعدها بـ 24 ساعة يتم ايقاف القرار وتحويله للقرار الاصلي انه كهربا موقوف لحين السداد موقوف لحين السداد امتى لازم قبل نهاية فترة القيد قبل نهاية فترة القيد لانه لو الزمالك راح تاني انه فترة القيد والقرار الاصلي انتهت وكهربا ما عملش هيتحول الايقاف لحين السداد لايقاف حتى مع السداد لايقاف حتى مع السداد فكهربا ساعتها لو دفع بعد نهاية فترة القيد بيوم حتى لو دفع هيتوقف 6 ارع يتوقف 6 ارع هيتوقف 6 ارع حتى مع السداد فاحنا بنكلم لنفس 9 المعلومة اللي عندي أنه هيسدد يا إما في اليوم الأخير يا إما في اليوم قبل الأخير للفترة القدر معك تمال المبلغ جيمي ما بعد كابتن سارح حفيز مدير الكرة في النادي الأهلي هناك كابتن خالد بيبو مدير كرة جديد هل هيشتغب بنفس الصراحية كابتن خالد بيبو أممكن يبقى فيه صلاحيات مختلفة خلينا أقول لك النقاشات اللي حصلت في الثلاث يام اللي فاته من وقت القصة بتاعت كابتن سارح حفيز وخلينا أقول لك أنه قرار كابتن سارح حفيز هو قرار قديم وليس حديث كما يتردد أنه حصل لأمور وحصل مشاكل القرار متاخد كابتن سارح حفيز نفسه بلغ المقربين منه من أكتر من شهر ونص أنه في الغالب هو سيرحل عن النادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري فقرار قديم والرجل عنده المعلومة وكان عارف وقصة وملابسات عشان ما قشش في تفاصيل عشان الوقت هي من شهر مارس الماضي مروراً بأحداث كتير جداً حتى هذه اللحظة بنتكلم على خمس شهور فقصة بتاعت كابتن سارح عبد الحفيز يا قصة قديمة طيب الكابتن خالب بيبو إيه الكلام خلينا فجأة كمفجأة مارسل كولر لم يطلب كما يتردد رحلي الكابتن سارح حفيزه مولوش علاقة وتم إبلاغه طيب في جلسته اللي جمعته فقط بالكابتن محمود الخطيف الراجل التقرير اللي ترفع بعد كده في اجتماع النادي الأهل للجنة التخطيط إنه الراجل قال إنه لو ما فيش مدير الكرة ما عندهش مشكلة لو ما فيش قبل تعييني كابتن خالب بيبو لو ما فيش مدير كرة أنا ما عندهش مشكلة أصل طيب في حاجتين نقطتين نقطتين ده في الغالب خلال الآيام اللي جاية اللي هيطلع هيتشاله من صلاحيات مدير الكرة رقم واحد التجديد لللاعبين اللي كان بيتولاك كابتن سارح عبد الحفيز هيروح بشكل تلقائي لمدير لجنة التصويق والتعاقدات أيا كان من سواء أمير أو مش أمير ورجع يا حد تاني للمسؤول عن الملف ده لا مش يبقى فيها جديد بيتولاك مدير الكرة ده رقم واحد رقم اتنين ودي نقطة لم تحسم إنه مدير الكرة كابتن خالب بيبو أو أي حد لن يحضر الاجتماعات الفنية لمارسل كولر مع الأبي لن يحضر الاجتماعات الفنية يحضر الاجتماعات إدارية يحضر الاجتماعات تنصيقية ينصك كل شيء خاص بالفريق لكن الاجتماعات فنية ومحاضرات مش هيحضر آخر النقطة فيما يتعلق بالجهاز المساعد فيما يتعلق بما يتردد أنا شفت الانترو أنت قلت يا كريم أنه ما فيش أي حد من الجهاز المساعد هيرحل كلامك صح مليون في المية لكن خليني أقولك أن الكل في فترة الراحة دي الفرقة كلها واخد أجازة والجهاز واخد أجازة الكل تحت التقييم لكن لما يطرح من قريب أو من بعيد أنه دول متاخد فيهم قرار وهيمشوا زي ما سمعنا أنه لا سامي أمصان متاخد فيه قرار ماشي اللي ينكم متاخد فيه قرار الاتنين اللي تاخد فيهم قرار دكتور رحمة الأبو عبلا والكابتن سنة أبو حفيز ولما طرح بعض الأسماء في بعض الناس القريبة من مجلس الإدارة رشحت بعض الأسماء لو في نية لإقالة كابتن سامي أمصان أبرزهم الكابتن هني رمزي عظيم جدا نحن يستمكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى طيب تعالوا انت في اتفاق احنا معنا عشر دقيقة وانا ما شاء الله شايف إن فيكم أخبارك وليس فعيزة خلاصهم كلهم خلينا قرركم ساعة رمضان الصبح إيه حكاية برومو ورمضان الصبح في نادي الزمالك وبيجهزوا وبتاعك طيب الأسبوع اللي فات اتكلمنا في قصة رمضان صبح وقلنا مفيش رمضان صبح وبنأكد تاني مفيش رمضان الصبح ولكن النهاردة وبنمبارح لقينا بروموهات وحاجات وصور وبتاع كل ده فوتشوب مفيش فيديو تقديم مفيش حد أصلا نتكلم مع رمضان صبح وموضوع الصفقات يا كريم معمول عليه هولد دلوقتي جوانات زمالك ولكن في صفقات خلصانة زي زي ناصر ماهر دي صفقة انتهت وحصل قعدة في مكان مشهور جدا في التجمع الخامس بحضور ناصر والكابتن عبدالزار السقق وأحمد يحي وكيل اللعب وحصلت مكالمة فيديو كول مع مسؤول في نادي زمالك الصفقة شبه خلصانة محمد شحيت لعب طلوع الجيش وتم الاتفاق على مبلغ شراء اللعب حوالي 12 مليون جنيه أو 15 مليون جنيه في الرقم دوت وصفقة برضو تعتبر خلصانة دول الصفقتين لو نتكلم عليهم محليين صفقات خلصانة إمتى الزمالك يخلص الكلام ده خلال فترة قريبة لما الزمالك يخلص شوية قص يعني الملفات القييد والأزمات الكتير يعني الثلاث أواضي بيحاول يخلصهم وبرضو يعني شوية حاجات كده تنتهي في نادي زمالك عظيم جدا جيمي مدرب النادي آه مدرب مهاجم النادي لأهل جديد في تطورات في هذا الأمر ممكن فترة دي نسمع مدرب النادي لأهل جديد لا 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 راجل ماشي زي الفل لا لا كولر مكمل إن شاء الله مهاجم النادي لأهل يا كريم الأهلي أفل 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 أي تواصل مع موليكا ومع سوزا يعني عندك عروض مفتوحة وموليكا رجع للصورة رجع للصورة عن طريق وكيله مش عن طريق تواصل النادي لأهل مع بشكتاش رجع للصورة وتم عرضه مرة تانية وتعهد وكيله إن هو اللي هيخلص القصة مع بشكتاش وإنه هيوصل لاتفاق يوردي الطرفين ده قصة موليكا سوزا الأمور ما بين متراق التمسك كولر وما بين إن إدارة النادي الأهلي شايفة خلاص الراجل إحنا دينا فرصة واثنين وثلاثة وتشنبوك رفضين حتى اللحظة إنه ما يفرطوا في اللعب طيب مين اللي دخل في الصورة وطبعا إنت قلت أفراط الإسمين اللي موجودين واحد إسم كان موجود وعاد للصورة الفترة الأخيرة والإسم اللي إنت طرحته النهاردة كريم هضيف بقى الإسم الأخير حمزة هنوري حمزة هنوري الأهلي رجع تاني للصورة رجع يستفسر عن الشروط المالية لهم وتاني مش ده الهدف الأساسي للنادي الأهلي آه مش بس إنه هو ترتيبه رقم أربعة لا هو كمان مش الهدف الأساسي في التفاوض الفترة الحالية لكن الأهلي بيأمن نفسه عكس ما قيل إن الأهلي ممكن ينتظر على المهاجم ليناير والأهلي مش يجيب مهاجم ويدخل المركبة ده مش حقيقي لكن الأهلي بيأمن نفسه إنه حتى في حالة فشل آآ كل الأسماء اللي إحنا قلناها إنه حمزة هنوري يكون هو مهاجم لنادي الأهل المسلم الجديد إيه حمزة هنوري يعفين مهاجم نادي الفتح الرباط وثاني هدف الدور المغربي المسلم الحالي بعد بولي سامبو يمكن نهدفين الدور المغربي تلات بولي سامبو رقم واحد حمزة هنوري بلتساوي معايا رقم اتنين ورقم تلاتة ريدا سليم فالأهلي جاب ريدا سليم الجناح وعنده حمزة النوري بالمناسبة حمزة معروض من بدر جدا لكن ما كانش فيه أولويات النادي الأهل وكان محطوط في الترتيب متأخر بالنسبة للكولر فرجع تاني للصورة تاني مش هو الخيار الأساسي لكن محطوط تحسوبا لفشل المفاوضات عايزك تقولي بشكل واضح سوريو مكمل مع الزمالك ولا لا بس بمناسبة حمزة النوري لو تفتكر احنا من شهر وقلنا ان هو مطروح في السوق المصري وكان فيه مفاوضات مع فرامتز لكن وقفت يعني وسوريو بعد ما الزمالك خلص مشاركتها كريم في البطولة العربية تكلم مع اللعبة احنا عندنا عشرين يوم أجازة انا عارف ان انتوا بقى لكم كذا موسم الموسم متلحمة ومحتاجين فترة راحة كبيرة فانا عشرين يوم أجازة عشان كل اللعبة تفصل وتبدأ في انها تقدر تستعيد يعني لعاقتها البدنية وتاخدوا راحة محترمة وقال لهم كده صراحة قال لهم ان الخمس يامك جايين متواجد عشان اجتمع مع الإدارة اعرف انا مكمل مش مكمل طلباتي والاحتياجات واللي انا عايزه هيبقى على ارض الواقع هيتنفذ ولا مش هيتنفذ عايز اعرف الدنيا هتبقى ماشية فين عشان اقدر اخذ قرار ده كان حديث سوريو مع اللعبين فيما يخص قصة مستحقاته هو اتكلم في مستحقات اللعبة فيما يخص قصة مستحقاته القصة نقدر نقول انها شبه انتهت ليه الرجل كان ليه اربع شهور خد منه مشهارين وكمان كابت نحط حسين ميدو مستشار مجلس الادارة قدر ان هو يحل قصة التحويل ان الرجل يحول الشهرين فبقيله شهرين دول برضو الفترة الجاية هاي الزمالك هحول خلاصهم لكن مبدأين قصة مستحقاته اصوله يعني نصها انتهى بان الزمالك اداله شهرين وتحوله كمان لان قصة التحويل دي كان عليها خلاف يعني مكمل ولا لا متوقفة كريم على صفقات الاحتياجات الادارة هتقدر توفر له وتقنعه ان الامور هتبقى مستقرة وفي صفقات والمشاكل هتتحل لان الرجل عنده عروض والراجل مش مبسوط بالمشاكل اللي حوالين النادي والازمات وكده فيعني خلال الاسبوع اللي جاي ده هيبانك حاجات كتير في المستقبل وصوره اشرف من شرقي يعني هيجي مصر ولا خلاص الموضوع هتتقفل موضوع انه اي مصر دوت مصر ماذا له زمالك اهلي يوم الاربع اللي فات كلمت ما حد من ممثلين اللاعب قال لي احنا لسه قدامنا فترة قلت له طب انتم مش مستعجلين قال لي لا لسه قدامنا شهر تمانية كله طب الامور بتروح لفين قال لي بيرامدز اقرب عرضه في مصر بيرامدز قال لي اقرب عرضه في مصر هو نادي بيرامدز ماديا بيشارك دوره الابطال الامور افضل في قصة بيرامدز وبرضه هو قال لك احنا شوية في يعني متدقيقين من قصة التصريحات اللي تقالت ان ريدا سليم افضل من بن شارقي اللي خرجت من نادي زمالك فمتدقيقين شوية من قصة دي فهم عندوا عروض خالجية للسماء يعني برضو ما حسامش الوجهة 100% ولكن بيرامدز هو الاعرض الابرز مؤسكر النادي الاهلي هيبقى فين مؤسكر النادي الاهلي حسب طلب كولر ان يكون في المانيا والشرك الرائع دلوقتي اللي شغال دلوقتي كولر اخر اصطلع اجازة فهو قدم طلباته قدم تصوره المؤسكر قدم طلبات اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت المؤسكر هو حطله معاد مبدأي يوم 25 تمانية 25 تمانية القادم ده ما وعد المؤسكر اللي الراجل طلبه وطلب ان المؤسكر يبدأ فيه نظر الارتباطات والاجندة المبدئية اللي قدمتها لجنة التخطيط وقدارت النادي الاهلي لمارسل كولر طلب ان المؤسكر يبتر يوم 25 طلب ان المؤسكر يكون في المانيا القصة قافة عليه على الاتصالات والمفاوضات اللي جاري دلوقتي ما بين الراعل الرئيسي للنادي الاهلي اللي هو من ضمن التعاقد بتاعه انه يقدم معسكر المعسكر الرئيسي للنادي الاهلي قبل بداية كل موسم هو اللي بيوفر المعسكر ده للنادي الاهلي القصة كلها مرتبطة بأمور لوجستية أو أمور إدارية هل الاهلي هيقدر هو ولاعبي والكادر كله بتاع النادي الاهلي بالإضافة للجهاز الفني هيقدروا يغدوا شنجن انه هم يكونوا كل الأوراق جهزة والفياز جهزة قبل يوم 25 لو بداية المعسكر يعني يوم 22 يوم 21 هل تكون الفياز جهزة والأوراق جهزة للنادي الاهلي انه يسافر لألمانيا تعرف قصة التشنجن وقصة والتأشارات الأوروبية بتأخر شوية هي دي الأمور اللي وقف على التفصيل لكن الراجل طلب انه المعسكر يكون في ألمانيا وطلب انه يكون يوم 25 جيمانا بشكرك شكرا جزيلا شرفت نورتك العادة شكرا هول نورت الدنيا يا ربي خليك متشكر جدا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكون استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على الفكرة